المدرسة اونلاين يعني انا عامل لكم اسمها لكم كده امتحان شامل شامل كل حاجة ومراجعة مخصصة كده نصوصه نحو اهم اهم يعني خلينا اقولها بقى اللغة العربية كلها مهمة لكن في الاهمية عندي نصوص نحو طب بعد كده بقيت الفروع طبعا مهمة جدا 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 كمان واجب لك امتحان شامل كله من بداية التعبير لكن انا بتكلم على لو انا بدأت اقول نصوص كده نعمل عليها كده زي ما اقولوا نحدد عليها ونحط الضوء عليها فانا جاي بشوية نصوص اه سؤال تالت الاول امتحانات كده لقيت برضو اوليه الامر بقول انا سمعت وقريت عن نت وحاجات كده دايما ساعات اوليه الامور في الفترة دي بيقبوا قلقانين فبيعيشوا شوية مع الحالة الوحشة اللي هي ساعات يتشتت انا مش عاوش شاهدته طيب هيجي من الامتحان الترمي الاول والترمي التاني يعني انا عندي ترمين الامتحان شامل الاتنين اللي هو الاول والتاني وده سؤال كان خطير كان كل الناس عمات تقول عليه يقول لك خلاص لأ الامتحان يجي من الاتنين عشان يبقى يستوعب المنهج لا 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 خالص 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 الامتحان منهج الفصل الدراسي الثاني فقط بداية انا كانت شهر مارس ببداية شهر مارس اللي هو موجود معايا او شهر او اخر فبراير المهم الحاجة اللي هي بتاعتقل ايه الفصل الدراسي الثاني يبقى كل المنهج يتشتغل على ده طبعا هاجي اقول بقى لاني برضو عشان هاجبها لك طيب في النحو انا منهج النحو انا اتفقت معاك اعرابيا دلوقتي لما اخليك تعرب النحو تراكمي تراكمي يعني ايه يعني من بداية الصف الرابع الاتدائي لغاية دلوقتي يعني ما تسألنيش بقى لما يجيدي حاجة في النحو وتيجي شيء مخصص في الترمي الاول مثلا في الاعراب وتيجي تعربها تقول مش انا لا انا البدل خلاص عدى اعربه مش انا بعرب لك بقولك لك الكلمة دي ايه لما تكون بدل مش انت عارفها ما تعربها بدل ولا تقوله لا والله دي بدل بس هي في الترمي الاولاني وانا خلاص خلاص انا في الترمي التاني ينفع النحو بقى يلحام السه rack. اللي انا عيش بيها هي ترمي مش ترم اه ثاني سينين فاتت النحو انه حو تراكمي قابل التراكمي وقابل كل حاجة تعالوا عشان ما نضيعش وقت انا قلت كل المشاكل اللي تعرضنا ليها اول ولا هنتعرض لها اول اللي بنسأل فيها بس مش عاوز نسأل. احنا هيبقى في حساس مراجعة كده. يعني يعني حلقات مراجعة الفترة اللي جاية دي. هنكمل بها المراجعة. اه طبعا فيه اه بوعدكم بحاجة عشان نكون اتكلمنا صحيا. ان مراجعة لية الامتحان النهائية بقى يعني انا هعمل زي كده. مراجعة لية الامتحان. هقولك بقى استعد وشمر. وكبات الشاي قدامك وانا قدامي اي حاجة. واقولك ده الامتحان ان شاء الله. الامتحان طبعا بتوقعنا يعني ان شاء الله هو ده الامتحان اللي هيبه موجود. وده شكل الامتحان ودي الورق اللي هتلاقيها في قلب الامتحان. تعالوا بس نتكلم دلوقتي نراجع وندردش. نسميها دردشة قبل المراجعة النهائية. انا لما اتكلم على نص خلال كريمة. الاول الاول. وانت بتذاكر بتنقل لنفسك ايه اللي موجود. يعني انا ممكن اتسئل ايه? انا انا معلمها الطلبة بتوعي اللي هو ايه? اتوقع سؤال. يعني يعني انا وانا بقرأ الحاجة. عشان برضو نعملش ايه توقع في السؤال. اسئلة اللي هنا. في شرح في معاني. في مواطن جمال ما هو ده النصوص. خلاص يبقى انا عديت اللي انا عاوزه. طيب هيجي لي جزء. ايو هيجي لي جزء. تلات ابيات زي اللي موجودين معايا ايو تلات ابيات. اكرقهم كويس. وبعدين اجاوب عليهم. خلاص خلصت. يعني انا لما اتكلم على كلمة اه يعني لو انت قريب كده. اه الانسان لما يطرب يطرب دي يعني يستمتع بموسيقى. يستمتع بغناء. يطرب يعني انت لما بتسمع مطرب حتى بنا كده. مطرب بتستمتع به. كويس? جميل. لكن لما شفت اللام اللي موجودة دي. لقيت واحد منكم بيستوقفوا الكلام قبل ما اشرح انا. وقبل ما اتكلم. طبعا انا ما اشرح انا اسأل على طول. لكن هو قال اني ايه? لا 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 لا. اللام دي بتاعت ايه دي? وهل لها فايدة? هل لها فايدة في اللي موجود? طيب اطربتني خلاص الخلال الكريمة. وانا قلت خلاص ايه الني? هتطربني ايه يا عم? هتطربني الخلال الكريمة. الخصال الحلوة. طيب. طرب ايه بقى? الغريب. الغريب اللي هو كان مسافر. المسافر اللي حصل له ايه? اللي رجع بعد غربة وبعد سنين في الغربة. راجع. في ايه بقى هنا ايه? الطرب والاستمتاع. طب على عشان بس ايه? معقولش اقول كتير. تعالوا مسألك. انا بعد ما طربني الحاجات بقول لك المقصود بكلمة الشمائل. الشمائل. جهة? ولا الاخلاق? ولا الكرم? طيب. مضاد ان ده هو الكذب? ولا البخل? ولا الخصام? وهسيبك دلوقتي انا هقول بس بعمل اسئلة عشان اديك ثلاث ثواني. ثلاث ثواني في ايه في الاختيار? وهتشوف لو انت عندك الاجابة وما كانتش اختيار. ده النظام الحديث هو الاختيار. السؤال الاول. طيب ولما هجيب لك سؤال على النظام بتاعي برضو التقليد العادي. اللي هتلاقيه بوجود برضو في الامتحان ما عنديش فيها مشكلة. جمع الخليقة. هي الخلائق ولا الخلاقات ولا الاخلاق. تعالوا واحدة واحدة كده. انا لما اتكلم على الشمائل يبقى انا قلت ايه? اخلاق. مفيش حاجة اسمها جهة. الشمائل هي الايه? الاخلاق. طب مضاد الندى البخل. يعني معناه كده ان انا اجيب معناها الاول. يعني معنى الندى هي الكرم. ومعنى الندى هي الكرم يبقى العكس والايه? البخل. ومعنى هنا الندى يعني انا هرجعها لك كده بس الاول في النص عشان تقبع عرفها. والكلمة كمان تقبع انت مستوعب ايه اللي حصل? بصد كلمة الندى اللي موجودة عندي اللي انا ممكن اتكلم فيها واقول ايه اللي جرى فيها. يعني انا بتكلم على ايه دلوقتي? اولا كلمة شمائل وشوفناها. شمائل يبقى ايه? يبقى كلمة بتقول ان انا جوايا جوايا اخلاق اخلاق كريمة. اخلاق ايه? كريمة. طبعا لما اقول تهزني ذكرى المروءة والندى. الندى هنا لان البعض بيحل البعض حاجات في المعنى هنا. انا جبتها لك بس عشان تشوفها. كلمة ندى هي قطرات النادى. لو افترضنا على هي النادى. هي اللي حبات المياه او قطرات المياه التي توجد على اورخ الشجر. ده في الطبيعي. اللي هي المعنى العادي من غير ما جيبها في نص. لكن هنا ايه بقى? ذكرى المروءة. مروءة يعني شهامة. والندى. شوف تركز معي بقى? والندى اللي هو ايه? الكرم. عشان كده هي مياه. مياه بتسقط. مياه بتنزل على الاوراق على اي شيء. اذا بتدل على الايه? على الكرم. يبقى المعنى هنا مش معنىها قطرات النادى او المياه التي توجد على اوراق الشجر. ولكن لما جات وراء المروءة. لما جات وراء الشهامة. كانت بمعنى ايه? بمعنى الكرم. لما يجي يسألني ارجع بقى للاسئلة. فقال لي ايه بقى? وده اللي بيتوهنا. قال لي هنا مضاد. ما قالش معنى. عشان كده انت وانت بتشرح النص لنفسك. روح تشرح ايه بقى? النادى هنا بمعنى الكرم. والكرم شوف انت بتقولي هو بقى? تيجي تستقل? تيجي تتسقل. تقول لك مضاد. انا بكلمك عن ايه? العكس. انت ما خدتش بالك مضاد. انت عمال تشرح لنفسك? وعايش انها هيقول ايه? مراضف او معنى. عشان كده بقول نص حل دي. بقت هنا الاخلاق وهنا النادى عكسها البخل. وجمع خليقة طبعا هما ايه? الخلائق البشر اللي هو احنا اللي موجودين فيه هذا الكون. طيب كيف صور الشاعر حبه للاخلاق الكريم? صورها بايه? خد بالك. من غير ما اسأل كده ومن غير مقرأ ومن غير ما شوف. خليني في الكلمة? هو كان بيقول ايه بقى? الغريب العائد بعد فترة غياب. ما ده التصوير? مش ده التصوير? لو انا جبتها لك حتى في اختيار من متعدد. وقلت لك صوره بالغريب العائد ده را واحد. رقم اتنين صوره بالشجاع. رقم تلاتة صوره بالمطرب الذي يطرب على مصرح ويغني. مش ده انا بقول اختيارات? لا هو في الاصل كان مين بقى? كان الغريب. صور الشاعر المسافر وفرحة المسافر. بايه? بعودته الى ايه? بعد الغربة الى 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 وطن واهل واحباب. هو قال لك هنا في البيت السالس ولازم اكون واضح في الكلام عشان برضو تقبى فاهمني. لما يقول لك بيت سالس يقصد البيت السالس اللي موجود عندك. مش البيت السالس في النص. يعني هو بيحدد لك. انا لما بجيب لك بجيب لك ايه? سلاس ابيات. كويس. طب لما هسألك بسألك فيهم. ما اقول لكش ايه بقى? في البيت السالس. يبقى انت ترجح في البيت السالس في النص. طبقوا طالع فوق هناك وتشوف للبيت السالس في ايه? لا انا اقصد البيت التالت ده. اللي هو ايه بقى? اللي بيقرر ايه? انا هرجع لك لها لانها معنى جميل جدا. كمان بقى. يعني لو بسطها لك كده هورها لك فيها وانت لما تقرأها هتحس بحاجة. فايزا? شفت كده? رزقت الاخلاق الحميدة. الاخلاق المحمودة. الاخلاق الجميلة. لما ربنا يرزقك بيا شوف كدمة ايه? الرزق د Democracy انا من عند الله سبحانه وتعالى. الرزق من عند الله. والرزق دايما بنحسب ه واحنا احنا كبشر. نحسب الرزق ونقول الرزق دايما مال. لا. هنا عمالي بقى الرزق ايه? الرزق اخلاق. الرزق ايه? اخلاق حميدة. اخلاق كريمة لما يرزقك ربنا بالاخلاق دي فقد استفاق مقسم الارزاق شوف سبحان الله استفاق يعني ايه يعني اختارك هو مين مقسم الارزاق الله سبحانه وتعالى استفاق بايه بالاخلاق الكريمة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما جي كلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقوله ايه بقى انك لعلى خلق عظيم الله دا الاخلاق دا استفاق لما ربنا يصطفي حد دا استفاق رسول الله خير البشرية بإيه بقى بأنك لعلى خلق كريم يبقى الأخلاق دي بيصطفي بيها البشر البشر بقى أنبياء رسل بشر عاديين لكن هو إيه استفاء من مين من الله سبحانه وتعالى الشعر هو بيحدد بقى عاوز يوريق قيمة الأخلاق بقولك لو أنت رزقت هنا بقى الرزق عشان كده بقولك في البيت السالس كان فيه إيه أولا شبه الأخلاق بالإيه بالرزق إذن فهي رزق فانت خدت الرزق ده الرزق ده لما جالك إبانين اللي ادهوا لك ربنا سبحانه وتعالى فقد استفاق مقسم الأرزاق مقسم الأرزاق ادك ده استفاق بده قال لك خد بقى دهدية مني ليك أنك بقيت إنسان زو أخلاق زو أخلاق عشان برضو نقولها احنا دايما بناخد النصوص أو ناخد مواضيع القراءة عشان نتعلم منها نتعلم منها إيه أن ناخد منها حاجة زي كده حاجة زي بيقولون فضيلة حسن الخلق دي من الفضائل حسن الخلق من الأرزاق ودي كانت أهم لقطة في البيت الثالث وهي إن استفاق مقسم الأرزاق بهذه الأخلاق الكريمة عشان كده حددها لك وقال لك ايه اللي حصل في البيت الثالث فقلت له بقى أنت أو هتقول له أنت اللي هيتقال دلوقتي اللي هو إيه اللي هو يقرر أن الخصال الطيبة رزق من إيه من الله طبعا واحد تاني يكتبها لي يقول لي بقى يقرر أن الله يصطفي العبد ذو الأخلاق الكريمة بهذه الخصلة الكريمة صح قول بقى زي ما أنت عاوز تقوله ما تتكلمش زي ما الكتاب بيقول أو زي ما أنا قلت لأ الجمال في قول الشاعر أنت رزقت بإيه؟ بأخلاق حميدة طيب شو بقى إيه أنا عاوز بس أتركز في كلمة إيه ذا دي فإذا رزقت لو ربنا رزقك يبقى إيه الجواب؟ إيه اللي هيحصل؟ أنا عاوز بس أقول لك إيه الجمال الأول؟ الجمال هنا الخصالة الطيبة كأنها رزق من الله جميل طيب وإيه ذا خد بالك بقى دية كده ساعات إذا بشرت لو لو يعني كده لو ربنا رزق الأخلاق يبقى أنت عملت إيه؟ استفاقة مقسم الأرزاق هنا بقى تأكيد للعبارة تأكيد لأن الله سبحانه وتعالى لما اداك الرزق ده فهو استفاق إذن فأنت إنسان مميز حاجة كده إيه؟ ميزة ربنا ادهالك عشان كده هي رزق من الله سبحانه وتعالى ده هو إيه الجمال؟ أي التعبيرين أجمل بقى؟ خد بالك في كل الامتحانات مش المتحانة ده ولا المتحانة لازم يجي لك أي التعبيرين أجمل؟ عشان إيه؟ طبعا أنا خدتها برضو من طالب ليكم كده وبتكلم قال لي طبعا الأجمل معروفة بتاعها إيه؟ الشاعر هو أنت تجيب لي بيت شاعر وأنا اللي هختر الأجمل يبقى الأجمل هو الموجود ماشي؟ خلينا نقول منطقيا صح؟ يبقى الأجمل هو البيت الشاعر اللي موجود معاك بس لازم تبعارف هو الأجمل ليه؟ ما هو سنة؟ يعني لو اختياري؟ طبعا أنا هقول لك بقى الإجابة أي التعبيرين الأجمل أنت اخترت مين؟ الايه؟ أهو النص؟ طيب لماذا هي الإجابة على فكرة؟ مش الاختيار عشان برضو واحد يقول ليه؟ أنا اخترت نص سؤال كده أخد نص الإجابة؟ حتى لو معرفتش أخد نص الإجابة؟ مش هتاخد حاجة ما قلتش لماذا مش هتاخد حاجة؟ لأن انت عملت حاجة عارف زي اللوحة بقى دلوقتي اللون قدامك أبيض واصمر فين اللون الأبيض أهو؟ طيب اللون الأبيض ده بيشير لإيه؟ أبيض دامها إنها إجابة الأبيض يشير لإيه هي الإجابة؟ عشان كده لما اجي أكلمك دلوقتي بقول لك إيه؟ أي التعبيرين أجمل تمام؟ تعالف أنا قلت إيه؟ إني لتطربني ديت أنا قلت لك إيه؟ اللام هنا الأساس التعبير الأول إيه؟ اسلوب مؤكد بإيه؟ بإن وإيه كمان؟ واللام هو ده بقى اللي انت تقوله وعشان كده بقول لك لازم تقبى محدد قوي انت اخترت أي وخترت صح بس اخترت ليه؟ عشان دي عشان التأكيد بإن والإيه؟ واللام تمام كده؟ يبقى إني لتطربني وتطربني ديت يبقى إيه؟ الأولان إيه هي الصحيحة؟ أو اللي في النص هي الصحيحة وأدي الكنانة وأدي الكنانة بسرعة عشان نقولها برضو إيه؟ آآ يعني نعديها بسرعة كده من النصوص المهمة جدا جدا كمان ضعت مصر فلبينا يا كرامة ومصر لنا فلا ندع الزمامة بسرعة 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 ونقول هذه ثلاث أبياد زي اللي فاتوا عشان الحاجة عن النصوص كلها وبعد كده أقول لك أسأل سؤال أسألة يا برقم واحد اختيار من متعدد مراضف العلا مضاد لبينا جمع خطب طبعا تعالوا ما قولها بقى كده العلا هي الرفعة لما قول دي علا هو جاب لي بص كده قال علا المراضف بتاعها ما قاليش المضاد ما قالش لإيه؟ قال مضاد يبقى أنا اخترت الرفعة صح لو العكس لو العكس يبقى الحاجة الدنيا الحاجة الأقل الحاجة اللي هي فيها ده لكن هو قال لي هنا مراضف لبينا استجابنا قلنا سمعا وطاعة يبقى العكس إيه؟ رفضنا جمع خطب له قال إيه؟ الخطوب تمام كده؟ الخطب اللي هو الحاجة اللي ايه؟ إلى ما دعت مصر أبنائها دعت بايه؟ وكيف كانت استجابتهم؟ هي قالت لهم ونادت ودعت قالت لهم يا مصر يا أولادنا يا أولادي عشان تنهضوا عشان من أجلي عشان الرفعة عشان التقدم ده النداء عشان نعمل ايه؟ على تقدم أمة مصر واللي احنا بنعيشه في العصر الحالي هو نداء للتقدم ونداء للأمة بأنها تبقى ايه؟ في حالة رفعة استجابة شباب مصر مسرعين مخلصين لوطنهم أيها طبعا هي دي الاستجابة يبا استجابتهم لبينا يعني دايما لك لبيك وساعديك اطلبي وأمري احنا معاك ما الجمال؟ في قول الشاعر دعت مصر أنا مش هقول الجمال ده قبل ما جاوبه دعت مصر مصر دي ايه بقى؟ بقت أم بقت إنسانة بقت إنسان يتكلم ويدعو يبقى صور مصر بهذه الأم الحانية التي تدعو أبنها؟ أيها خلاص قول بقى زي ما أنت عاوز تقول يعني لما تكلم دلوقتي تقول ايه؟ يبقى مصر صور مصر بايه؟ الإنسانة اللي هي ده الأم التي تدعو لأبنائها الأم التي تنادي على أبنائها المهم إنها إنسان في الأول والآخر فهبه أولا الفاء دي سرعة الفاء دي ايه؟ للسرعة سرعة الاستجابة وطبعا لما أقول ده هبه ده أسلوب ايه؟ أمر ودايما الأمر من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا نحفظها كده نصح وإرشاد وحس على العمل يبقى حس ونصح وإرشاد ودعوة إلى النهوض بايه؟ بمصر طبعا وقلنا الفاء لو قلنا فايدة الفاء تفيد الايه؟ السرعة حب الوطن بسرعة بلادي هواها في لساني وفي دمي طبعا لو أنا قلت بقى يمجدها قلبي ويدعو لها فمي بسرعة برضو عشان أقول الأسئلة مراضف يمجدها طبعا أنا عاوز أقول بقى كده ومضاد ومضاد أنا شفت الشكل الأسئلة اللي موجودة دلوقتي يمجدها يعني ايه؟ يعظمها طيب أنا لو أريد دي يعني بص كده الكلمة دي يؤير يا محمد كده أراها اليتيم صح؟ ها أراها يتيم في النص المتيم يتيم دي المتيم مش أنت سمعها كده متيم بالحب متيم بالحب أي مجغول بحبها يعني مصر الإنسان العاشق بتسمعه قصص قص وليلة ومش عارف ايه قصص الزمان دي لما تيجي تقولها على عاشق مصر هو متيم بهذا الحب أي مجغول بحب هذه البلد طبعا اللي بيقوى الإنسان العكس يطرده تقول يعني ايه تأخده بقى عارف تأخده في حضنك يبقى تطرده جمع حليفة وحلفاء وإيه؟ وأحلاف الأبيات يجي لي واحد يسألني يقول لي هيجي لي سؤال اشرح الأبيات زي اللي هو موجود ده ليه لأ يعني لما يقولك اشرح الأبيات أنا عاوز أستوضح منك أن أنت هتكتب خد بالك بس عشان عاوز أفرق لك ما بين يعني حصل خلط في الأمور في الامتحانات يعني أنا امتحان ورقي يعني ورقة يعني أنا هحل يعني أنا هكتب يعني أنا همسك قلم يعني أنا مش بستخدم مثلا لاب أو كمبيوتر أو أو تابلت عشان أقول إن أنا إيه؟ مطالب بإني مجرد ضغطة على التابلت عشان تطلع الإجابة ده إحنا بنتكلم في سنوات عام أنا عندي هنا في الإعدادية بالنسبة لك أنت ورق أو قلم وقدمك لجنة وقدمك ورقة أسئلة يعني معنى كده إن أشرح الأبيات صح؟ أيوة هتشرح يعني لما يجي لي سؤال دي يقول لي اشرح الأبيات بأسورك موضحة هنا بقى التريكة اللي أنا بقول عليها هي ايه؟ الشرط الذي حدده الشاعر في البيت الثاني برضو الثاني فين؟ الثاني نهون الثاني ده الثاني اللي هو موجود معايا هنا الشرط هو شرط شرط ايه هو الشرط؟ طيب ما أقولها لك عشان رجعها لك عشان تشوفها البيت الثاني هنا بيقول ايه؟ ولا خير ركز معايا ايه؟ في من لا يحب ما فيش خير في اللي ما يحبش مين؟ بلادي ولا في حليف الحب اللي لم يتيم يعني انت دلوقتي الاول فيه شروطة هي بقى الشروط انه ما فيش خير في اللي ما يحبش اللي ما يحبش ده كمان لا 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 ولا له لازمة اللي ما يحبش طبعا بلادي طيب الحليف الصديق الانسان المساند اللي ما يتيمش كمان بهذا الحب طبعا فيهمت بقى دلوقتي اللي موجودة تعال بقى ما كمل اسئلتي واقول لك ايه الحكاية اشرح بقى يبقى انت شرح اشرح الشعر بيحب ايه بلاده حبا شديدا وينقل لك هذه الصورة بيقولك ايه حب مصر يسري في دمي يظهر على لساني في كل وقت وفي كل مكان كلنا على فكرة يمكن كلمة تحية مصر اللي دايما نقولها ديت مش اغنية انت بتقولها ولو حد قدامك او في اي مكان لقيته بيقول سيرة مصر بكلمة وحشة او كلمة مش حلوة انت بترد عليه تلقائي مصر ام الدنيا مصر بلد الامان مصر دي قائدة العالم مصر المستقبل لها ان شاء الله مصر ذكرت في القرآن مصر ذكرت في الكتب السماوية كل دي مصر انت بترد ده رد ايه رد مباشر على من يسيق لمصر لكن وانت في طبيعة الحال من غير اساقة بتحب بلدك ايوة بحبا متيم بهذا الحب متيم بهذا الحب اذا فايه مفيش بقى بالنسبة لحد ايه حد ينازعني في هذا الحب عشان كده المصري معروف بحبه الشديد لبلده حبه الفداء بقى يعني دايما نقولها كده في الحروب حتى في الوقت اللي احنا فيه ده مستعد تضحب حياتك ودمك من اجل بلدك مصر ايوة مستعد طفل صغير شيخ كبير كلنا فعلا على استعداد لهذه الايه التضحية هو الشعر بيقول كده بيقول انا بحب كل قطرة في دمي بتقول ايه بتقول مصر شدة حبي لها انا ادعو لها بالايه بقى كل حاجة انما في كل وقت واعلم انه لها خير خد بالك بقى يعلم انه لها خير في انسان لا يحب بلد مفيش اللي ما يحبش بلده اللي مالوش خير في مصر مالوش خير في اي حد يبلغ خير ولا ينشغل بحبه عن ايه عن كل شي طيب اللي ينكر فضل بقى بلاده ووطنه عليه لا يستحق ان يكون ايه انسانا بلاش نقول اقل من الحيوان لان الحيوان بيحب كمان مسقط رأسه وابلده الطير بقى عندما يعود لبيته العش ويعمل ايه يغني ويغرد خد بالك الطير تبدو شو بقى بتمشي خلاص وتاخده وتمشي وتسيب المكان وترجع تبقى طيرة من الفرحة ويراجع عش صغير على غسل ايه الشجرة عشان اعترافا بفضل ايه هذا العش لا يشعر بالامان والراحة الا في بيته واعلم ان كل من خد بالك بقى يظلم وطنه او ينكر فضله طب انا هقول بقى يظلم وطنه في حد بيظلم يعني انا كانسان ممكن اظلم وطنه على فكرة عدم حبك لوطنك ده ظلم ليه عدم حبك بس يعني لو انت حسيه بكده ان حبك قال بلاش عدم لان ما فيش حد اسمها عدم حبك قال للوطنك فهده ظلم لهذا الوطن يصاب بقى بكل انواع المصائب ويكون منبوزا محروما من نعمة الوطن طيب انا الشرط اللي هو اللي انا حددته بقى الشرط اللي حدده الشاعر قال ايه لا خير يعني اللي ينشغل عن حب بلده بحب اخر ويتيم يعني الشرط كمان مش حب عادي حب المتيم حب العاشق لا يشغل ويشاغل عن وطنه ده الشرط ما فيش خير في اللي ما يحبش ويتيم بهذا الحب ما فيش خير ده الشرط هو ده الشرط الاساسي اللي شرطه الشاعر طبعا انا لو جيت اقول لك بقى كده تعالي اقولها لك عشان نقبق ايه خلصنا كل حاجة في جيه في جزئية حب الوطن نص ما وجود معايا انا قلت قلت فيه كلام كبير كلام كبير طيب الكلام الكبير اللي انا بقوله ده انا هبدأ اتكلم عليه واغني لو عملتها لك موضوع تعبير تعبير وسميه حب الوطن لأ حب الوطن خليه بالاحمر ايه رأيك ده انا لسه عمال اتكلم على الدماء والدم الذي يسري في العروق حب الوطن ده موضوع تعبير ولا كوكتب عن حب مصر حب الوطن حب كل وطن لوطن او كل مواطن لوطن انا لو كتبت في النص لو كتبت النص لو كتبت النص اللي انا بقوله ده كنص يعني اقول كل اللي انا عاوزه واللي نفسي فيه في هذا الكلام الشرح بتاع الابيات اللي انا شرحتها دي لو نقلتها على موضوع تعبير انت نقلتها كده وقلت هو ده موضوع التعبير موضوع التعبير بالنسبة لك هيقبها هو الخلاصة اللي ما بيقوله عليها اللي انا هبدأ اتكلم فيها واقول عليها طبعا خلاص انا خلصت النصوص وخلصت كل حاجة اقول بقى اسيبك من بين الجمال والكلام ده انا عاوز انا عاوز اقول حاجة النحو عاوز اجيب النحو اللي انا موجود عندي ايه اللي انا اقدر اتكلم عليه في النحو اللي موجود معايا دلوقتي بص معايا في اللي انا هتكلم فيه في نحو انا عاوز اقلب النصوص بقى افضل ما يجب علينا فعله هو الصدق مع النفس فالصادق مع نفسي محبوب من الجميع انا عشان هجيب لك بقى امتحان كامل شامل يعني انا قلت نصوص ونحو وهقول الحاجة اللي انا عاوز اتكلمه تمام انا بتكلم دلوقتي بقول ايه الصدق او الصادق مع نفسي محبوب من جميع من اجل تمسكه بالمبادئ العظيمة فيا شباب مصر الزموا هذه الصفة فايه مفتاح الحق ومدخل الجنة اعرب ما تحته خط اللي تحته خط اللي هي ايه الصدق العظيمة الزموا برضو في الاعراب طبعا امتحان نحو اخر العام اللي انا همتحنه بكرة او اللي انا همتحنه بعد يومين بعد شهر الامتحان ده نصر بيجيب لقطعة القطعة عليها اسئلة بداية الاسئلة اعراب يبقى انا امركز اعراب في اي تيرم زي ما انا قلتلك في كل السنين في كل السنين عمرك هجيب لك من ايام المبتدأ والخبر ارجع لك لايام المنادة اخش لك على البدل بعد كده ارجع لك تاني لان اخاطر وكان اخاطر ما عنديش مشكلة فيها اعراب انت مطالب بنحو كامل على مستوى السنين عمرك في دراسة النحو عشان كده انا قلت ايه بقى هو الصدق طيب انا افتكرت كده كلمة هو والصدق انا لما جيت اشرح لك اعراب الاول قبل ما اقول لك الجملة دي انا في تشريحي للاعراب وانا بقول لك كده نشرح جملة ونعرب قلت لك بنعمل ايه الاول اه يعني انا بقول دلوقتي رقم واحد نوع الجملة صح يبقى انا باجي اتكلم كده وانا باعري بقول ايه جملتي اسمية هما دول النوعين الموجودين ولا فعلي اول شرطة عندي عشان ينطبخ عليه الحاجة احدد النوع يا عم انت اسمية عشان اشتغل على مبتدأ وخبر وعيش حياتي ولا فعلية عشان اشتغل على فعل وفعل ومفعول وعيش ان انا ممكن ييجي فيك وانت فعلية فيك ممكن حال فيك ممكن 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 كل المشتقات اللي انا ممكن اتكلم عنها ايوة طيب تعالى بقى اما شوف جمليتي اللي انا بتكلم عنها دي انا بقول هنا ايه هو الصدق الصدق قال لي ايه بقى هو هو دي اسم اه دا واحد قال لي بابص كده قال hi استنى دا ضمير دا ضمير غائب للمفرد المذكر طيب ضمير الغائب للمفرد المذكر يعني ايه الضمائر بتعامل كايه اسماء يعني يعرب ايه يعني انا عندي دي جملة اسمية ولا مش جملة اسمية ما اتكلمت عنها ادي المبتدأ مشي. طيب فين الخبر? الخبر هو كلمة الايه? الصدق. يبقى خبر مرفوع العلامة رفعه الايه? اتضم. طب بص كده اللي جاية. اللي هو قال لي ايه? العظيمة. انا اتفقت معاكم على حاجة جميلة قوي. في حتة النعت. الف لام الف لام. يعني معرفة معرفة تديني نعت. نكرة نكرة تديني نعت. بعد كده ابدأ ابص الكلمة الاولى اللي هي المنعوت. اللي هي ايه? بالمبادئ. يعني جره مجرور. مدام جره مجرور يبنعت هنا يبنعت ماله مجرور. يبنعت مجرور وعلامة جره الكسرة. كلمة الزمه. ركز في كلمة الزمه كده? ده فعل ايه? اه برفع عليك. فعل امر. ايوة ايه للزم? طيب فعل امر ماله. يبقى انا لما اتكلمت ما قلت ايه? الفعل الامر ده مبني ايوة فعال امر مبنية. جميل لغاية دلوقتي صح. لو ما كملتش دي لغاية فعل امر مبني انت نص اجابة. الحتة الاخيرة دي حسف النون. حسف النون. اساس الكلمة نفسها او اللي انا اقولها لاني ساعات بتجيلي في الامتحانات دي لحاجة لايه? الزيادة شوية اللازم اخد بالي منها. والواو هنا ايه طيارة فاعل. طيب استخرج بقى من الفقرة بسرعة اسم فاعل. وبين نوعه. اسم ايه? فاعل. اسم الفعل اللي موجود عندي الصادق. يبقى انا هنا اللي انا بقول عليه? اللي انا عندي الصادق. طيب بعد كده استخرج من الفقرة اسم مفعول. وركز اوه في الحتة اللي جنبها دي. وهات فعله. يبقى انت مش مجرد اسم مفعول بس. يعني انا جبت اسم المفعول. ادي محبوب. هات ايه بقى? اه ما هي 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 الحاجة نفسها? ما تاخدش الاجابة نص. يبقى انا موجود عندي كلمة ايه? ادي المحبوب. بسرعة بسرعة اسم مكان. واسم المكان وتجيب له ايه? الوزن بتاعه. توزنه. ايه وزن? عشان في ناس يمكن حتى من الكتير من اللي فات. كانوا الميزان عندهم بدأ يقولوا اصلحنا ولغينا حاجات عشان برضو ده تنبيه. ما فيش حاجات لغت. ما فيش دلوقتي في الفصل الدراسة التاني. يقول لك يا ستاها خفضة المناهل. طب فيه حاجات تشالت. حاجات ما تشالتش. ما فيش حاجة زي دي. انت كله هتمتحم فيه. كله. خلاص عشان يبقى خلصين. والدنيا معنا واضحة يعني. يبقى اسم المكان اللي موجود معايا. ادي هي. انا قلت مدخل. والوزن هنا ايه? مفعل. الوزن هنا ايه? مفعل. طيب. اسم آلة. واحنا شرحنا اسم الآلة. وشرحناها باستفادة كمان اسم الآلة. اللي عندي اسم الآلة هي ده كل كلام انت بتقوله. الانواع اللي انت عاوز تتكلم فيها. بس انت في الاساس تجيب كلمة ايه? مفتاح اللي هي اسم الآلة. طيب. طيب السنة الاول. وانا عاوز اقول لك كده. يعني انا هنا قلت مفتاح الحق. صح? طيب. مفتاح في الاصل عندي اسم آلة. مفتاح اسم آلة صح? وآلة يعني مفتاح. يعني المديريا اللي معايا دي يجي بطلع المفتاح بفتح بيه الباب هو ده المفتاح هي دي الالة اللي انا بتكلم عنها. طيب هنا في القطعة في القطعة ما كانتش موجودة عندي كلمة ايه? ما كانش في الة. يعني يعني مفتاح الحق. ده رمز. ركز معايا في اللي انا بقوله. رمز انا بتكلم على مفتاح الحق. يعني حاجة كده بشوفها بخيالي وليست مرئية. هل يمنع هذا الخيال ان يديني ان الكلمة اصلا الكلمة هي دي اسمالة? لا ما يمنعش. يعني بص بقى عليها كده. يعني ما قلتش ايه? مفتاح الباب. اه مفتاح اللي بفتح به الباب. خلاصانا. عشان كده هو اسمالة. طب مفتاح الحق. هو في مفاتيح للحق اصلا? انا لما جيت اقول لك مصر تدعو. عشان ما اقرب الفكرة كده. الفعل يدعو ده المين? الانسان الانسان. اللي هو العاقل الذي يتكلم يدعو. صح كده? طيب. هل لما جبتها مصر? انا ارتاح بقيت بمصر الى انسان يتكلم ويتحدث ويدعو. صح? ماشي. ده حقي من جهة مصر. لكن هل بيمنع الفعل يدعو ان يجي مع مصر او يجي مع غيرها? لا ما يمنعش. فعل اللي هو الدعاء او الدعوة او النداء اللي هو في يدعو ما فقدوش اي حاجة. انه كنوا نجيه مع مصر او جيه مع غيرها. المهم انه ايه? الفعل يفيد الايه? النداء والدعاء والايه والدعوة. صح خلاص? هنا برضو مفتاح. اسم الى خلصت. طيب اسم الى دي فتحت حق. فتحت صندوق الدنيا ما عنديش مشكلة. المهم انها في الاصل اسم الى. في الاصل اسم ايه? الى. خلاص كده? اكمل بما هو مطلوب او بما يأتي بما هو مطلوب. بسرعة المصري انا عاوز اسم مفعول. من ايه بقى? اخد بالك من دي? وانا حددتها خلاص. من عرفة. هو جاب لك انا جاي اقولها لك كده? اشتغل عليها. اسم المفعول من عرفة يبقى ايه? ايوة برافو عليك معروف. يبقى المصري معروف بالكرم. خلاص خلصت. طيب بص اللي بعدها. المؤمن نقط الصدق. طيب قال لي ايه بقى? هتلي اسم الفاعل من قال. المؤمن نقول ايه? قائل الحق. المؤمن قائل الايه? الحق. طيب التالتة بص ديها كده. الله على ما اقول. ده ده العبارة معروفة بقى. شهد انا عاوز اسم او صيغة مبالغة. صيغة المبالغة من شهد شهيد. يبقى الله على ما اقول ايه? شهيد. هي دي صيغة الايه? المبالغة. طيب بص كده? العلم. وعاوز اسم اله. ركز معايا تاني. ما انا لسه عمالة كلمك. مفتاح التقدم. مفتاح العلو. مفتاح الشأن. مفتاح قلت لك السندوق. مفتاح الباب. كله صح. لكن انا جبتها لك عاوزها اسم اله هنا. من ايه? من فاتحة. يبقى هنا اسم اله يبقى هي كلمة ايه? مفتاح. يبقى العلم مفتاح الايه? التقدم. طيب. شعب مصر. عاوز اسم تفضيل من فضلة. شعب مصر ايه بقى? افضل الشعوب. شعب مصر افضل الايه? الشعوب. مصر نقط الحضارة. وعاوز اسم مكان. اسم مكان من مصر نقط الحضارة. بص كده اسم المكان اللي موجود عندي. مصر ايه بقى? منشأ الحضارة. وده برضو اسم المكان. وعشان كده في في اسم المكان حاجة يا اولاد. لما تعيش انت. انا ممكن ينفع ان انا جيب مرة مكان ومرة زمان في الاتنين. بمعنى يعني انا تخدم علي في اسم الزمان واسم المكان. على حسب ايه? اللي انا بجيبه. المنشأ دي كلمة منشأ. تفيد ايه? المكان. تفيد المكانية اللي هي المكان اللي انت بتشتغل على اساسه. انا دلوقتي خلصت الامتحان الاول. انا دلوقتي بالنسبة لي خلصت الامتحان الايه? الاول. ازا قتيت بالامتحان الثاني بقى. اللي موجود معايا. عشان كده انا بقول لكم ايه? يبقى مراجعة للة امتحان كاملة. النهاردة النهاردة اللي هيشتغل معايا هيشتغل من البداية للنهاية. هيعرف ان هو لو الامتحان بكرة الامتحان بتاع بكرة مضمون. مش لسه هينضمن. ده مضمون خلاص. انا لما هكلمك بس عن التعبير عشان عاوز ما ضيعش فيه وقت. يعني انا كنت عاوز عمله حلقة مخصصة. ولكن يمكن تيجي ان شاء الله الحلقة ان انا اقول لك ازاي تكتب موضوع تعبير. بس انا عاوز بسرعة لان انا انا في احتمالية مثلا. ان موضوع التعبير عشان ما خليكش تكتب باسترسال كبير. انا ممكن اجيبه لك عبارة عن نقط 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 تتكلم فيها. جميل ماشي. انا لو حولتها عشان ما تكلمش كتير. وقول لك ايه الحكاية? التعبير الاول عندي تعبير وظيفي. وده نظام الامتحان. عشان برضو يا جماعة محدش يقول لي احنا اختلفنا. اول حاجة نفسها فيه اختلافات في الاسئلة. لا ما فيش اختلافات. الفعل دلوقتي اللي انا بتكلم عنه فيه تعبير فيه تعبير. التعبير عبارة عن ايه? فيه تعبير وظيفي بتكتب بقى لو انا قلت لك اكتب برقية تهنئة لزملائك بمناسبة انتهاء العام الدراسة. هتكتب البرقية. انا ممكن اقول لك دلوقتي تحديدا. وده انا ضربت عليها الناس من الصف السلسل التدائي. وانا عملا ادربكم على ازاي اكتب برقية. يبقى انا خلاص عرفت يعني ايه اكتب برقية? وازاي اكتب برقية? وهتجيلي نفس الكلام هتجيلي نفس الكلام. ممكن يجيب لهوة التصميم بتاعها اللي انا اشتغل عليها وانا اكملها ماشي. ده ما عنديش مشكلة. بص بقى للشكل اللي انا جيبهه لك. البرقية هي ده العبارة. هو ده الشكل. اسم المرسل اليه? عنوان المرسل اليه? ما انا انا دلوقتي بتخيل نفسي رجل بريد. رجل ايه بريد? رجل البريد ده بيشتغل على الاساس ايه? على الاساس اللي انا قدامي ده. ان هو خلاص? ادي اسم المرسل اليه? عنوان المرسل اليه? وتيجي تكلمه بقى البرقية عبارة عن ايه? طبعا اه يعني اكان واحد اه ضريف من من طلابنا. قال لي ما بقاتش في اللوقات البرقيات والحاجات دي انت قدام قوي. بقات موجودة حاجة المسج والحاجات اللي احنا بنعملها على الموبايل. وبقى حد حاجة اسمها برقية وتروح مكتب بريد تبعط تليغراف وتبعط. الحاجات دي ايه دمت قوي دي? انا انا بتكلم على قديمه وامتحاني هيجيلي ده. احنا احنا في حاجات كده لما نيجي نتكلم فيها سوابت بتيجي بها الامتحان. مش هيجيلي في امتحال لغة عربية اقول لك ايه? ارسل مسج الى صديق لك وهتنقو بيها على المسج يجيب لايه? اقول لك هات لشكل موبايل على على الورقة. وبعد كده وانت بتكتب شوف هتكتب له مسج تقول له ايه? وتعمل كم مش عارف للصراحات اللي انتو بتعملوها وتكتب لي وتكتب لي مش عارف ايه الكلام ده? لأ. احنا في نظامنا بقى لغة عربية. لغة عربية يعني ورقة وقلم. يعني بكتب برقية. اكتبها ازاي? مرسل اليه. مرسل بصة اهيه. يبقى المرسل اليه? والعنوان. وبعد كده تقول لي اهنقك بقى بمناسبة امتاء العام الدراسي. اتمنى ان نلتقي قريبا. قول كلمتين المهم ما نعاوز سطر واحد اللي هتكتبه. وبعد كده تكتب اسم المرسل وعنوان الايه? المرسل. ده الشكل. ده الشكل الايه? العام بتاع البرقية. طيب تعبير ابداعي. اولا يعني ايه ابداعي? وظيفي زي ما انا قلت لك برقية واه لافتة واه 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 كل ده تمام. ابداعي ده. اللي هيشتغل معايا اهو. اللي هتشغله معايا? هقول لك دلوقتي من بنات افكارك من اولا افكارك مش بناتها بس? هتبدأ تكتب لي موضوع. زي ما انا قلت لك كده. مصر وبلد الامن والامان. اكتب في هذا الموضوع. عشرة اسطر كفاية اوي انت هتكتب لي صفحة. بس لما تكتب عن مصر بلد الامن والامان استعين بقى بايه? هي بقى ده اللي انا عاوز اكلمك فيه. تستعين بنص كان عندك زي حب الوطن. صح? استعين بكلمات النص ومعاني نص تمام. كلمات قرأتها على الانترنت ايوة. ما عنديش مشكلة. كل ما تستعين به وتزود حاصلتك بتدي عندي كمصاحح ان انت طالب ايه? متفوق. الطالب المتفوق مش بس احنا كنا بنسمي زمان ده اللي هو صميم يعني. ان ان يصم الحاجة ويكتبها وبس لا. سيب لي فكرك وابداعك ان يكتب. الف. ابتكر. قول كلمات. استعين بكلام شعراء مش موجودة عندك في النص انت قرأتها. كل ده انت بتتكلمه في الصح. طب لما جا اقول لك ده علماء مصر هما العقول المستنيرة. التي تبني ام جاد الوطن بالعلم والمعرفة والعمل الجاد. ده واحد. هتتكلم على العلماء. طب اتكلم على العلماء اقول ايه? هنا بقى اللي انا عاوز بس لحظة كده واقولها لحظة من فضلك. لحظة من فضلك وهي العناصر. يعني ايه عناصر? يعني كل موضوع ابداعي في التعبير تعنصره. انا بقولها يعني بالاستلحاب بتاعتكو يا. يعني كلمة عناصر او افكار. عناصر او افكار يعني ايه? يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس افكار المفروض في كل موضوع ابدأ بيهم. دول اللي هو العنوين اللي انا هكتب على اساسها العناصر اللي انا هكتب على اساسها. اللي في كل عنصر هكتب سطرين فوصلت لللي انا عاوزه. طيب هل لو ما كتبتش عناصر هيقلل في الدرجات? انا ما قلتش هيقلل. انا قلت دي هتزود. خد بالا جاء مش العكس. دي تزودك عندي. الافكار تزودك عندي انا. ان انا اشوف الطالب اقول طالب منظم ده طالب ايه? اه يعني خطته ممنهك في كل شيء يعني كل حاجته كده لها خطط. بيحط لها خطتها. الخطة اللي انت حطتها دي. او اللي انت عملتها. انا لما بشوفها كمصاح اقول الله. يعني ما هو انا برضو. في بعض الاحيان مع الاستعجال ما بقرأش كل النص اللي انت كتبه. انا بقرأ ايه? سطور سطور بسرعة سطور بسرعة. اقول لا لا ولد متفاور. ده كفاية اصلا العناصر اللي كاتبها كانت مهمة جدا ودخل بها الدخلة الصح اللي انا بتكلم عنها. يبقى العناصر اهم شيء موجود في موضوع التعبير. انك تكتب لي العنصر. هتختار طبعا واحد يقول لي ايه بقى? انا بيجي لي موضوعين اختار منهم واحد. انا كتبت في الموضوعين. هقول لك لا. التزويد في التعبير دي لا. انا اللي بقولها بقى من عندي من هنا. وعلى مسئوليتي. قال لك اختار موضوع واحد تكتف واحد. ويستحسن تكتف في الاكبر ليك. اللي انت عندك بيه حصيلة لغوية. اللي انت عندك فيها مفردات وكلمات. ما هو انا دلوقتي لما جالي انا موضوعينهم. الموضوع الاولاني بيتكلم على العلماء. التاني بيتكلم على مصر وحب مصر. انا لقيت عندي حب مصر. اللي عندي كلماتها ومفرداتها ومتراضفاتها اكتر. اتكلم في حب مصر. لما انا لو قلت لك دلوقتي اهو. ادي الموضوع اللي عندي. حب مصر امانة في اعناقنا. لما اجي اتكلم بقى اقول اهي واحد يقبقى مصر. بلد الام والامان. ادي عنصر. تمام كده? اجي اتكلم بقى ان النقلة تانية. نقلت ايه? الضيوف والزوار. من يأتي الى مصر لا يريد ان يخرج منها. حبها. اول ما تشوف مصر بقى الزائر. اللي هو جاي لك من بر البلد. هيقول لك ايه? هو مصر. اقول تالت كده اقول ايه بقى? مصر هيبت النيل. ودي مناسبة لنا جميعا دلوقتي ان احنا مصر ولم تفرد في قطرة من قطرات ماء النيل. مهما انكلفها. حتى لو كلفها اروحنا جميعا. كل ده اتكلم فيه. انت لما تتكلم فيه انت بتمس المصح اللي هو انا. وانا قاعد. ولا ايه كاتب لديه? مصر وهيبت النيل. ومعنى كلمة هبت النيل دي. يعني مصر. النيل هو شريان الحياة. النيل هو مصر. النيل. النيل شوف بقى دفاع عنه يساوي اروحنا. كل ده كتبت انت. وموضوع مهم. وموضوع ساعة موجودين فيه حاليا. يبا انت بتعمل ايه دلوقتي? انا 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 بصنفك كطالب طالب متفوق. ليه? لانك عرفت تجيبي الحاجة. اللي هتمسين انا. كمصحح? خد بالك. انا بنادي على المصحح. غير اللي هتكلم في الموضوع التقليدية. ده تعبير اسم اداعي. بتنادي على حاجة جوانا. عشان تخليه ايه? تشجعني. عشان اخلي المصحح هو بيقرأ يقول الله عليك. الله على وطنيتك. الله عليك انت والطالب متفوق. قبل ما اتكلم ايه حاجة بقى. بيبدأ بعد كده انت عملت ايه? كنا لسه بنتكلم على مين بقى? على اسم المكان واسم الالة. اسم الالة هي مفتاح. صح كده? مفتاح القلب او قلب المصحح هو كلماتك في مواضيع التعبير اللي انت المفروض تختارها. عشان كده اختار المفتاح عشان تقدر تفتح قلوب المصححين. تقدر تخش. وانا عارف ان طلبة مدرسة اول لاين وطلبة مصر التعليمية معها جميع المفاتيح لقلوب جميع المصححين. عشان كده بيحصلوا على اعلى الدرجات. تعالوا بقى اما اكمل حكايتي معه. عشان اقولها لك بقى اهي? واحد. كتابة العناصر. شفت انا انا طبعا مش هتكلمش اقرأ العناصر. يبقى انت عملت ست عناصر خمس عناصر عنصرت الموضوع. يبقى دي رقم واحد. انت كتبت العناصر. انت من الطلبة المتفوقين. لما جيت تتكلم عليها. يبقى انت عشت مع الحالة اللي موجودة. تعال لي بقى في قصة طموح جارية. انا امتحان بقى ده اللي هو ده اللي انا اتكلمه ده امتحان كامل. الامتحان عندك مدته مش هتسمح بحل امتحان بس تسمح بحل امتحان واثنين وتلات. انت معك تلات ساعات. فالحكاية كلها بالنسبة لك ايه? هنقول يعني انا انا لو انا وضع الامتحان وعاوز اخفض اخفض امتحانك انت الساعة. توقيته لساعة. يعني ساعة كمان يعني هتيبقى كتيرة كمان. طلبة طلبة. ومش باتكلم على مصر التعليمية. طلبة مصر عموما ساعيك فيهم او في الامتحان وايا كان الامتحان. لان احنا طلبة مزاكرين ومستعدين والحكاية خلاصة. بزود لك شوية عشان تقبل ايه? عندك وقت وعندك. بس مع ذلك ما بطلبش ان الطالب يخلص امتحان ويجري. في طلبة يقولك انا عشان انا انا وانا بصحح ما ما شوفش قدامي ان الطالب ده خرج بعد نص الوقت ولا خرج بعد ما خلص الوقت كله. انا طالب كاتب بخط خط جميل واجابة صحيحة منظمة هو ده اللي قدامي. خرج انت ما عنديش والله زي ما بيقوله كده الدنيا اللي كانت شغالة معك دي ما كدش معي. مش موجودة على الورقة. انت خرجت امتا وجيت امتا? انت حضرت قدامي ورقة. بس عشان كده اقعد لغاية اخر لحظة. لغاية ما تلاقي الدنيا بيقولك خلاص جرز الانتهاء. هو اللي خروج او خرجه الانتحان. طيب طموح جارية يعني تخير اجابة صحيحة يعني اختيار من متعدد يعني نظام حديث في الاسئلة. خير. وهنجيب نظام قديم في الاسئلة. ده وده موجود معايا لاتنين. طب السؤال الاول. اياك. ولا اجعل ما تسمع اجعل ما تسمع منها. طبعا كده انا عاوز اقول قائل العبارة دي مين? طبعا كل ده لازم يشير الى انك مذاكر مذاكر القصة. وما دمت مذاكر القصة يعني عارف احداثها. وعارف احنا بنتكلم في الفصل الكامل. طبعا انا ما بسألكش مباشر كيف هم بتكلم في الفصل الكامل. لكن مين اللي قال ده? السلطان نجم الدين. خلاص. يبا انت عارف ان العبارة دي اللي قالها السلطان نجم الايه? الدين. طيب ان هادي واحمي قلعة الشرق من الطامعين المتحدث هو. طبعا انا بقول دلوقتي كلها عبارات ودايما الاختيار في الحالات دي على فكرة الاصعب. ما بيباش سهل. لاني بجيب لك عبارة جو فصل في قصة. يعني معناها ان انا لازم اكون مركز اوي وعارف ايه الحكاية. نجم الدين برضو او بيتكلم بيتكلم ان هاضي برسالتك واي احمي ايه? خلعت الشرق من الطامعين. المتحدث هو نجم الايه? الدين. لماذا طرخ قائد الجيش دمياط? وما موقف السلطان منه? وما اثر ذلك على اهل القائرة? ده سؤال زي ما بيقولوا كده تلاتة في واحد. بمعنى ان السؤال بيحمل في طياته ده ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. تعالوا للاولانية نقول. هو ترك دمياط ايه? عشان كي يشارك في اختيار السلطان الجديد. يبقى يبقى تركه للمكان عشان يشارك في الايه? في اختيار السلطان الايه? الجديد. تقهقر بجنوده الى دمياط عابرا الجسر. ثم غادرها بمن معهم الى ايه? اشمون تناح اللي هي اللي موجودة البلد اللي هي ايه? موجود. غضب السلطان ايه بقى? وامر بتقديم فخر الدين ومن كان معه من المؤمراء للمحكمة. ومحكمة ايه? من العلماء. فقفتوا باعدامهم. خد بالك اي تخازل بيسموه تخازل. وده قانون ما زال في قانون الحروب. حتى الان في جميع الدول. تخازل في الحرب العقوبة اعدام. تراجع. عشان كده يقولك الجندي في المعركة. لا يجوز ان يتراجع. اذا لم يستشهد او يقتله العدو. سيقتله الصديق لانك بتتراجع. يعني معناها ايه? يعني بتهزم جيشك. بتهزم جيشك. فقفتوا بايه باعدامهم? جزاء اللي خيانتهم وانسحابهم من ميدان الايه? القتال. وامر بالانتقال الى المنصورة واصلحهم. طبعا. خلينا نقول بقى فزع اهل القاهرة. او فزع اهل القاهرة. طبعا هسام الدين بيهدي من روعه مؤسرة الخطباء والعلماء المسجد. عشان يسبتوا القلوب الايه? الناس. هو ده السؤال ابو ثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنه. علل لما يأتي النصر للعرب في كل المعارك مع الفرنش. طبعا اللهم منصر مصر مصر. في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر. النصر بقى هنا شفتوا 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 العزة. شفتوا احنا. وان شاء الله احنا احنا يعني احنا على الضرب نسعى. زي ما بيقولوا كده احنا كنا كنا. وسنكون. ان شاء الله خلينا نقول كده بنمر الفترات صعبة. بس راجعين ان شاء الله مجادنا. راجعين للمجد. العبارة كده لما بيقول علل النصر للعرب في كل المعارك مع الفرنش. لان بقى واحد بص كده. العرب يدفعون سيفهم. خد بالك برضو انا تنفعني اوي كموضوع تعبير. بايدي ايه? الايمان والحق. انت اتنين. انت بتلعب بحد تاني اتنين. انت ميزي اي حد بيحاربه بس. في اقول لكم على حاجة يا ولاد انتو. التطار مثلا. اه خلينا نتكلم على التطار كشعب. كقوم يعني. غازوا العالم. غازوا العالم كله. بل اللي كسر شكتهم كانت مصر. في موقعة عين جلوت كانت ديه الكسرة اللي خلصت عليهم. خد بالك من العكس في الاتنين. الغزاه. الغزاه المستعمرين زي التطار. كانوا هدفهم من غزو العالم الاستلاء على الصروات والاستعمار. يعني معناها هدف ايه? هدف استعماري. لكن دفاع نحن عشان كده ربنا بينصرنا. دفاع عن الحق. احنا دايما لا نغزو. دايما لا نعتدي. دايما حاجتنا احنا بنرد فعل. انت عاوز تعتدي علينا. تب بقى خز جزائك من ايه? من سيوف الايه? الشجعان. انت ما ينفعشي. احنا ما بنعتديش على حد. ما بنبتديش بالعداوة. وفي كل عصرنا. احنا بدايتنا دايما بقول رد فعل. احنا بنعمل ايه? انت جاي لنا? لأ ما تجيش. انت تاخد بقى. ما هو دومت انت اللي ايه هتعتدي. عشان كده سيف الحق. سيف الايمان هو اللي بينتصر. وده كان التعليل كلمة ايه بقى? انتصار العرب في كل زمان وفي كل مكان. على ايه? الفرنج. طبعا الفرنج بيدفعوا ايديهم وسيوفهم بايه بقى? عدوان وطمع. زي ما قلتلك. السليبيين زي ما قلنا. التطار. كل دول جايين عشان ياخذوا ايه? البلاد. نحن في بلدنا وعلى ارضنا. وهم ايه? لصوص غزاء. جايوا عشان يعملوا ايه? يخطفوا الارض. تهتز بقى تحت اقدامهم مين? الارض دي اللي هم جايين ياخذوها. هي دي الحكاية اللي احنا بيقولها. ابتصفت شجرة الضر بالحكمة وحسن الايه? التصرف. دلل على ذلك موقفين. طيب. المواقف طبعا مواقف شجرة الضر. مواقف كثيرة جدا. من بدايتها خالص منه هي لسه جارية? الى ان اصبحت سلطانة او ملكة. هي الست لها مواقف كبيرة جدا. انت بقى اختار موقفين اتنين. اه خليت هقولك اه الاجابة اللي انت. لقيت حد كده انا سامعه. طب الموقفين اللي انا هجيبهم دول. هجيبهم من الفصول بتاعة الفصل الدراسي الاول? ولا فصول الفصل الدراسي الثاني? انا هقولها لك دلوقتي بالاولة. انا بتكلم عن مين? شجرة الضر. هل شجرة الضر او شجرة الضر? كانت في الفصل الاولاني شيء او الفصل الدراسي الاول شيء. وفي الفصل الدراسي اشتقي تاني? يعني لو اجبت حاجة قديمة لها كده. ذكريات قديمة. ومواقف قديمة. انا همنعها عنك? لأ. يبقى اقول بقى ايه? المواقف هات ما شئت من المواقف بس مواقف تدل على ايه? على شجاعة? على حكمة? على هذه السيدة? او ما فعلته هذه السيدة? ازبطت شجرة تضر? الحكمة او حكمة المرأة? وحصل تصرفها ازاي? رقم واحد? عملت ايه? خد بالك بقى. الموت نهاية كل الناس. عشان كده عملت ايه? اخفت خبر موت زوجها السلطان نجم الدين او الملك نجم الدين. عشان ايه? ده الحكمة. لا يهتز الجيش. لو اه اه سرت اشاعة موته او خبر موته هيحصل ايه? انقسام في الجيش. مؤيد ومعارض. بل على العكس احباط للعزام. فقالت لك لا. اخفي الخبر. ودي كانت من حكمة مين? من حكمة شجرة الايه? او من حكم شجرة الايه? اتضر. قامت بتصريف شؤون الدولة. وصدرت الاوامر بتوقيع السلطان. يعني الانضة بتاعته هي زورت. بس زورت من الحق. عملت دلوقتي السلطان عايش. ختم الملك او خاتم الملك او خاتم السلطان معايا. فاختم كل الاوراق اللي موجودة معايا بخاتم السلطان من اجل تسيير الامور. وما دمت بسيير الامور انا هدفي ايه دلوقتي? هدفي هو الشعب. هدفي هو مصر. هدفي هو الانتصار لان انا في وقت حرب. وفي وقت الحرب. خد بالك في حاجات كده. في قواعد الحروب. كل شيء. حتى الخدعة. يقول لك الحرب خدعة. لو انت هتخدع عدوك يعني هو ده السلطان مات. طيب لو تسلل هزا الخبر بلاش الى الجنود المصريين. تسلل هزا الخبر الى العدو. هيبدأ هما نفسهم عارف زي ما هو ايه بقى? يزيد اطمعهم. بل على العكس احنا هيحصل حالة من حالات الاحباط وهم هيرتفع عندهم نشوة النصر. سلطانهم مات. لكن هي بقتصرفت بحكمة وكانت الحكمة من اشد الحاجة انها كمان كل الامور اللي محتاجة. خاتم سلطاني تختمها. وتقول له خلاص كده. انت معنا السلطان عايش. لغاية ما تعبد المعركة. وعدتها الى بر الامان. وهي دي تحكمة هذه المرأة. بقول من ايام هي. انتو عارفين قصتنا اسمها طموح جارية. الجارية هي شجرة در. شفتوا الطموح وصلها الفين. يعني من جارية. يعني اقل 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 المناصب والمراتب هي انسانة مملوكة عبدة. حلو. بقت ايه? بقت سلطانة. بقت ملكة على البلاد. بحسنا في صرفها. بزكاءها. بحبها على فكرة. نعترض عليها في بعض الحاجات. نقول لها ما لها وعليها ما لها ولكنها كانت تحب هذه البلد. وتحب مصر. وتحب اهل مصر. عشان كده تفوقت على نفسها في بعض الامور. وكانت لها الغلبة في بعض الايه? الامور. ده جزئية القصة. يعني انا انا هكمل بعد كده حكايتي مع مع القصة بس دلوقتي انا هعمل عارف اللي هو ايه? بختم بختم. الجزء الاول من الحلقة بتاعتنا احنا خدنا الحلقة الاولينية بتاعتنا ايه? خدنا قصة. خدنا نصوص. خدنا نحو. يعني معناها انا عارف اللي هو ايه? حاوضت كل الامتحاد اللي ممكن ييجي. الجزء التاني اللي انا هشتغل فيه بعد الفاصل ان شاء الله هيكون برضو تكملة امتحان كامل لكل حاجة موجودة اعتقد بعدها. مش محتاجين مراجعة تانية. ولو جلني فيه حلقات مراجعة تانية. بس دلوقتي ان شاء الله فاصل ونواصل ان شاء الله بعد هذه الايه? الفاصل عشان نبدأ نقول هذه الفاصل اللي انا بنعملها عشان تستعيدوا معايا كده. كله يستعد ويرجع. يرجع لي بقى كوبية شاي. يقعد معايا تاني عشان محتاجة روئان دماغ نقولها بعدها. بالوقتي في الفاصل الاولي نستوضعكم الله ونلقاكم على خير ان شاء الله. ابناء طلبة الشهادة الاعدادية لجعنا لكم تاني وبعد ما ارجعنا وهنقول وهنحكي امتحان. اخذ بالك اه يعني كلمة امتحان انا مش عاوز اتخذ. طلبة مصر التعليمية بتخذوش من امتحان. اه هنفتح امتحان هنفتح ورقة هتولي امتحان في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان انا ما عنديش مشكلة. احنا طلبة جهزين ومستعدين بل على العكس. انا دايما برايا عليك وبكسب الرهم في الاخر. بس هي حكة التفاوض كمان. انا مش مجرد انجح ومش مجرد اجيب اه درجة يقولك درجة كويسة. لا درجة. لا انا ما عنديش غير تقفيل درجات. يعني انا عندي الطالب اللي بيقل مش نص درجة. واحد من عشرة من الدرجة انا بازعل. مش بسيب له فرصة هو يزعل بقى لا انا اللي بازعل. عشان كده ده مش موجودة وان شاء الله مش هتحصل يا. اه سؤال يعني زي تكملة كده. بس انا حبيته بعد كل الفواصل الاغاني اللي انا سمعتها. انا عادي اسمع معاكم الاغاني ديت ومستمتعة. احنا بنتكلم عن مصر. وفضل مصر. وحب مصر. كل كلام لازم داي يمس القلب. فانا هقول ليه ليه مصر ما اطمع? ده سؤال على فكرة في القصة. وسؤال على المجمل. علل كده. ليه دايما مصر ما اطمع? ليه اللي بيعوز يضرب? يعني انا سمعتها والله في خطاب من كان رئيس دولة سابقة كده يعني الله يرحمه. فلقيته بتكلم بيقول خطاب سابق ليه. يقول ازا استطاع شو بقى هو العدو. ايا كان العدو مين? ام يستطيعني ايه بقى ايه هو يضرب مصر? او يتحكم في مصر? او يسيطر على مصر? فقد سيطر على العالم العربي اجمع. شفت شفتوا ايه بقى? رمانة ميزان. البلد بتاعتنا مصر هيبة النيل. مصر الام. مصر حامية العرب. لما حد يعوز بقى بيفكر. فكر استعماري. انا بكلمك دلوقتي على التطار والسليبيين والدنيا. كل الناس المستعمرين دول. الفكر الاستعماري عينه رايح على مين? على مصر في الاول. ليه? مصر هي ضرة التاج. مصر هي زي ما بيسموها كده رمانة الميزان. اللو الميزان اختل هي مصر. وان شاء الله رمانة الميزان دي. هتصبت الموازين كلها. في اللي جاي كله. وده رسالة تهديد. لبني يريد بمصر شر. اولا اولا احنا بلد حماها الله. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنها فيها كده. ودي تلاقيها كده جربها. اي حد بييجي على مصر. في الاخر في الاخر. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. وعاون الله سبحانه وتعالى. احنا اللي بننتصر في النهاية. قلة امكانيات مش قلة امكانيات اللي حياندينا رجالة من غير سلاح من غير سلاح تحارب. من غير سلاح بقول. وتنتصر ايوه وتنتصر. سؤال بقى في القصة قولهولك وانت اللي تجاوبه مش من الاحداث. جاوبه بقى من دماغك. جاوبه من قلبك. قول السؤال اجابته ايه? انا لما اتكلم دلوقتي اقول لك. علل مصر هو بقى بيتكلمه احق بالغزء من غيرها. اه يعني لما تيجي تكلمه تقول لي هي ليه مصر احق بالغزء من غيرها. ليه? شكل اخر للسؤال. ده في القصة بقى. ليه كانت مصر احق بالغزء من تخليص بيت المغلس? في الاول. اخد بالك من ديه. يعني يعني انا النظرة بقى الاستعمارية. هنا اضرب مصر. وبعد كده انا بنخلص بيت المغلس زي ما هم بيعتقدوا ايه ويقولوا. اللي هم اصلبين. تعال بقى ما اقول لك ليه? اولا مصر تحمي ظهر العرب. شفتم منين? ده انا بتكلم ده من ايام مين? اه اللي هو اه الحكم الماليك اللي كان موجود. لا ده بقى من قديم الزمن من ايام الفراعنة. وهي مصر كده. تحمي ظهر العرب. تمدهم بالمال والسلاح والرجال. ده طبيعة مصر. مش مسألة كرم. هي مسألة هي تخلقت. هذه البلد تكون ام. والام دائما حانية تحنوا على ابنائها. والعرب. مصر بتعتبر نفسها ام العرب. فالام لازم تدي. لازم تعطي. ما تنتظرش كمان انها تاخد. هو دي اللي كانت في الفكرة الاستعماري. اضرب. يبقى ما تضرب مين? تضرب مصر وان شاء الله. الضربة كانت بيتيجي يضربها. ترجع الضربة موجعة لهم. هما يعني. طيب. توجهت الحملة الى ضمياط وليس بيت المقدس. يعني يا جاء لنا يعني هو بالعقل. يعني هو الكاتب هو بيسألك دلوقتي بيقول لك ايه? انتو المفروض جايين تخلصوا بيت المقدس. هو ده الهدف من الحملة الاستعمارية اللي انتو جايين بيها. طيب. يا اخي بالعقل. خليني عقلاني معاكم شوية. انتو جايين تخلصوا بيت المقدس بتقوله ده البيت اللي انتو خدتوه ولي ولي ولي. قول زي ما تقول. يبقى تيجي تروح. يعني تخش على بيت المقدس ولا تجي لنا مصر. ما تروح تخلص مش انت بتقول انا جاي بيت المقدس. انا عاوز اخلص بيت المقدس من ايد العرب. من ايد المسلمين. طيب تعالي خلصوا. يبقى اطلع على بيت المقدس. وشوف بقى مين اللي هناك. ايه اللي جايبك بمياط? ايه اللي حودك علينا? يعني انت جاي لنا الاول ليه? ما تروح لهدفك الاول. وبعد كده بكمل. هنا بقى الخطة اللي هو لازم يقولها انا ازا ملكت مصر ملكت ايه? العالم العربي اجمع. يعني هو الاول املك ديه. لان انا لو دخلت بيت المقدس لوحدي من غير محد. مصر يا خلاص مصر مش هتسيبني. مصر مصر. خد بالك مصر دايما تنتظر. وده وده يعني زي ما قولنا طبيعة مصر. تنتظر اللي هو ايه? زي ضربات الجزاء كده. انا هشوت في الاخر. وانا اللي هجيب جوه. شطي انا بقى كده مش شطة مش عملة ايه? اطفش كرة وبس. لأ. انا محدد هدفي. وبقول انا منتظر. وبقول دلوقت انا عامل ايه? وانتظارنا. واسكتنا. حتى في القضايا الحالية. مصر مش بتصمت. ما فيه صمت. ده هو سكوت انتظار عشان رد الفعل. ورد الفعل بيبقى موجع في جميع الايه? الاحوال. عشان كده بقى اتكلمك بقولك. علل توجهت الحملة الى ضمياط وليس بيت المقدس. بما تفسر تكوين جمعاتين سريتين. خد بالك من دي. الاول بس القراهية الفرنج ومن يحتمي بهم. التغلب على الخلاف القائم بين الحكام. خد بالك دي بقى انا عمل للم نفسي. يعني انا عمل اوحد بقى هو توحيد الجهود. توجهها لمحاربة العدو. توحيد الصفوف. تعبئة القلوب ليوم الفصل. كل دي كلمات كلها كانت موجودة في هذه القصة وهذا الفصل. من درس الحياة دقائق وسواني. موضوع قراءة. امتحان بقى احنا احنا دخلين بقى قصة. ادي القراءة اللي موجودة معايا. الحياة دقائق وسواني. وخد بالك من العبارة والعنوان يدللك على ان قيمة الوقت. انت ما قلتش الحياة ايام. الحياة سنين. لا ده الحياة دقائق وسواني. بالتفكر والتأمل يصل الانسان الى دقائق المعروفة طبعا واسراء الكون. وخدرة الاعجاز الالهي في الصنع والتهيئة والنظام. هات. معنى تفكر. جمع نظام. خد بالك برضو في فرق ما بين التفكر والتفكير. التفكر بمعنى التدبر والتأمل. غير انك يعني انا عاوز برضو اعطيب عندك في في شوية انك تفرق ما بين الكلمات. زي التعلم والتعليم. تفكر والتفكير. كل دي كلمات انا بقول ايه? تدبر وتأمل. ده التفكر. جمع نظام هو نظمة او ايه? او انظمة. طيب الكاتب بيحصينا على الايه? عالتفكر. ليه? الانسان بالتفكير السليم. التفكير الصحيح يصل الى ايه? دقائق المعرفة. وبكلمة دقائق هنا مش معنا دقائق لعقارب الساعة. يعني الدقايق. لا. دقائق يعني بالدقة. جاي حاجات دقيقة. اللي هي الحاجات الصغيرة اوي من المعرفة. الحاجات الدقيقة الايه? اللي ايه? المحكمة يعني. واخبار الكون. وقدرة الاعجاز الالهي في الصنع والتهياء والنظام. طيب ما اثر الاستفادة من اوقات فراغنا? الاول سؤال كده هل الانسان له وقت فراغ? ايه ولوه? بس ايه بقى? في فراغ يتاخد في فراغ? يعني في حاجات ملهاش قيمة? وفي فراغ نقدر نستفيد منه. يعني ننجز اعمال بيه. يعني ايه? ننمي مهارات. انجاز اعمالنا وما يفيد الناس ويستطيع الانسان ان يفيد البشرية. طبعا ويخلت ذكره هو شخصيا في سجل العلماء الايه? النابهين. ما الذي استرع انتباهي العالم نيوتن? وبما سأل نفسه. يعني انا لما جيت اتكلم على نيوتن يعني لقيت ان الحكاية كلها مش حكاية مسلسلات. مش حكاية عنوان مسلسل ان انا اقول كلمة نيوتن وغيره الكلام ده. انت شوف القصة الراجل ده عمل ايه? وعمل ده ازاي? اه وعندي اه مغلطة تاريخية بتقول ان نيوتن اللي حصل له ده كلها محض الصدفة. يعني ايه محض الصدفة? لو لا سقوط الاتفاحة وهو قاعد على صور هذه الحديقة ما كان نيوتن اخترع او ابتكر او اكتشف خانون الجاذبية. كلام كلام يعني كلام مسلسلات وافلام كده ما ينفعش يعني. هذا الراجل لو لو هو مش عالم. لو هو مش مفكر. لو هو مش مش بيصنع بقى للعقل ده عشان يخلد اسمه هو زي ما احنا قلنا دير. لو هو ما بيضيعش السواني والدقايق في العلم والتفكير. يعني انا دلوقتي قاعد نزلت على دماغي تفاحة. التفاحة دي خلاص غيرت مجرد تاريخ. عشان انا ما كنتش وخبالي. يا سلام. تم حقوق. كتير قوي شافوا تفاحة. وكتير قوي قاعت عليهم تفاحة. كان بيأكلوا ويمشي. ايه اللي قضيها. شمعنا نيوتن ما كلهاش. ورفكر فيها. اذا ففيه ده? علم. علم. العلم ما يتفافش بقى. ما نعملاش بتفاهة اللي هو ايه? اصلي. ووقعت وصدفة. وكانت صدفة وعمل جاذبية من الصدفة. ولا صدفة. ما فيش عالم بيخرج من الصدفة. احمد زويل ما كانش صدفة. لما اتكلم بقى هو على الناس اللي هم. العظماء بتوعنا احنا كمان. يعني لما اقول دلوقتي اللي اختروا احمد زويل ولا تكروا احمد زويل ربنا يرحمه. ما كانش صدفة. ليه? هو الراجل فكر واكتهد. وكان فيه سنين من العمل والاكتهاد. عشان يطلع بنتيجة. عشان مش ما ينامشي. عشان ما بينامشي عشان يفيدل ايه? البشرية. هم دول العلماء يبلز السرعة امتباهوا. هذا النظام الضقيق للكون. فبيسأل نفسه بقى. ليه سقط التفاحة فوق رأسي? هو هنا بقى اللي بيتكلمه. يعني نيوتن لما بيتكلم مش بيتكلم في قصة اه تفاحة وغيرها. يعني اتفاحة حمرة لأ اتفاحة اخضر زي ما واحد منكم كده وانا بشرح له الدرس. قال لي على فكرة يا مصر يكان التفاحة امريكاني وليم التفاحة اللي هو اللبناني لاخضر. جميل السؤال على فكرة يعني. انا لو لو انا هقابل نيوتن هسأله نفس السؤال. اقول له كان تفاح امريكاني من الاحمر ولا تفاح لبناني من اللي هو الاصفر ده. عشان كده انت دخلت على الجاذبية من الامريكاني اللي هو الاحمر ولا من اللبناني اللي هو الاصفر. هو هنا بقى اللي احنا ايه? بنخرج دنيتنا من العلم والمعرفة الى ما هو ايه? زي ما احنا بنو كده ضياع الوقت. احنا اشغل الوقت فراغ. الرجل على فكرة كان في الوقت ده كان وقت فراغ. واقش كده وقعد. اه وقت فراغ للايه بقى يا عم نيوتن? للتأمل. بس كان بيتأمل في ايه? في صنع الخالق عمال ايه ده? ايه ده? ايه الدنيا دي? طيب ايه ده? شفت 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 العالم العالم لما يفكر مش كل حاجة جاها بقى. مش كل حاجة جاها كده. ده في صانع. صانع لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. هو اللي عمل ده. طب تعالى بقى نقول العلم يجي لي بعدها. مدوم تفكرت صح يقوم ربنا. مش هحنا لسه بنتكلم عن رزق دلوقتي? حتى دي رزق ايوة رزق. ما ليش دعوة بقى هو مين? هو ايه? لكن ربنا يرزقه مدام دخل في ايه? الطريق السليم في التفكير. هو ده اللي عمل اليوتن. طب وقعت فقراص التفاحة. لب ليه تسقط على الارض? ده بليه كمان ايه? ده في شكل عمودي. ده ناس ده سقطة بطريقة كده مش منحرفة لا هنا ولا شمال ولا يمين. لا تنحرف لا شمال ولا يمين. طب ليه ما بطلعتش الفوق? كل ده بقى بيسأله لنفسه مش بيسأل نوع التفاحة. ده بيسأل ايه? الطريق اللي سلكته الايه? التفاحة. خلاص خلصنا التفاحة وخلصنا التفاح. نخش في عصر اللي جاي. احنا اه يعني شوفنا نيوتن وشوفنا دقائق وسواني وشوفنا دنيتنا اللي هنتسئل فيها في النص القراءة. شوفنا نص القصة طموح جارية. النصوص? انا عندي حبتين اتنين في النصوص. ما لهمش تانت. نص القرآني وحديث. ده في كل المراحل عشان برضو ما نتكلمش للشهد الاحدى ديها بس. واحد منهم جاي. نص. ونص اجباري. طيب انا اختار دلوقتي سفينة نوح. اللي هبدأ بيها. طبعا حلقاتنا الجاة انا هخلص كل حاجة يعني. ان شاء الله يعني. كله هيخلص وانا وانا بحاجة اسمها ليلة الامتحان واعدكم بمفاجأة كده هنعملها اللي هي هنقول بقى والله تعالوا واحد اتنين تلات اربعة خلصنا. يلا بقى نروح الامتحان. تعالوا بس ما اتكلم كده سفينة نوح. يعني اسئلة كرآنية. يعني سؤال كرآني. يعني نص كرآني موجود معايا. طب هتسئل فيه واشوف ايه اللي جار معايا. شوف بقى النص الاول كده من نص سفينة نوح. طبعا اوحي يا لنوح انه لن يؤمن من قومك من قد امن خلاص. فلا تبتأس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بقى عيوننا. وهو حين اتخد بقى لك بقى ولا تخاطبني ركز في دي قوي. يعني ربنا سبحانه وتعالى مسبقا بيقول لي سيدنا نوح اللي هيحصل. يا نوح ايه بقى لا تخاطبني في الذين ظلموا. انا عارف انك هتكلمني. شوف سبحان الله ربنا بيقول انا عارفك. هتتوسط وهتدخل في حاجات. بس دول ايه بقى? الذين ظلموا. انهم ملهم مغرقون. واصنع الفلك بقى كلما مر عليه ملأ من قوميه سخروا منهم. ايه بقى اه قال ان تسخروا منا فان نسخروا منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتيها عذاب. تعالي بس اولا قبل كلام العذاب المقيم اللي موجود هنا. السخرية لسيدنا نوح ليه? طبعا احنا فسرناها كتير وقلناها كتير. لكن في ناس واحد بيبني سفينة يعني صناعة السفن حرام ولا كانت فيها يعني نوع من انواع الناس عمله كل ما تعدي تسخر منه ايه ده? نوح ده خلاص ده تحبل ده حصله جنان. ليه? اولا صنع سفينة في السحراء. يعني ايه سفينة في السحراء? انت بتعمل سفينة المكان بتاعها مية. انت بتصنعها فين? في السحراء. شوف بقى المفارقة الغريبة. وسيدنا نوح كمان ما سألشي. ما ربنا لما اوحى اليه? ابني السفينة? طب ما كان السؤال يرد الربنا يقول له ايه? طب يا رب طب حطيني في مكان قريب من البحر? خلينا ابنيها جنبها عشان نحطها فيها? ما سألش. امر صدر من الله سبحانه وتعالى السمع والطاعة من رسوله. سيدنا نوح. اسأل ما ليش دعوة هي حكمة اعلامها مين? الله. هيفسرها لي اكيد. وبدأ يجاوب ويدافع. اللي يسخر منه يقول لهم احنا اللي هنسخر منكم. ربنا راح سبق له كلام وقال له ايه كمان? ما تدفعش عن حد ظالم يا نوح. هتجي لي تقول لي? هتجي لي تقول لي. فلان وهذا. شخص يقول لك ايه? لما جيه تشفع لي ابنه هذا ابني. ربنا يرد عليه وهذا عمله غير صالح. وانا لسه ايل لك. الله هيظلم هيظلم نفسه. ما تشفعش لحد. برضو سيدنا نوح عمل ايه? برضو سامعا وطاع. ما عنديش كلام. خلاص. ربنا امر انا اطيع. هو ده حتى الايات الكرآنية. كل النصوص اللي احنا بناخدها دي. نتعلم منها الاول وبعدين ايه? نتعلم منها الشيء. الشيء اللي هيدخل جوانا. اللي هيعلمنا قيم ومبادئ. وبعد كده الامتحان اللي هنتعلم فيه او اللي هنتسئل فيه. خلاص قلنا النص نقول هات معنى تبتأس. ومضاد الخزي بقى الخزي والعار والحاجة المضاد نفسها. ووحينا هذا او الوحي وجمع ايه? الوحي او وحينا. بص ديها كده تبتأس تحزن. في فرق بين البقس ركز فيها قوي. يقولك شدة البقس. يعني انسان عنده جلد. انسان عنده صبر. انسان عنده ايه? مقاومة لكل شيء. ولكن لابتأس او يابتأس يعني حزن. مضاد يخزيه اللي يخزيه بقى اللي هو ايه? العكس. يخزي يعني زل. يخزي يعني يقصر. هنا بقى اللي هي العكس اللي هي يعزه. وهي هي يقدره. جمع وحي اللي هو بقى ايه? او حينا اللي هو ايه? او حياء اللي هي اللي احنا قلناها فيها اللي هي دي. بص ليها كده. السلب السخرية. انا لسه حكي لك دلوقتي. بيصنع الفلك. طب انتوا بتصخروا ليه? ايه اللي جرى? عدم وجود الماء اللي هتسير عليه السفين. اللي بيصنعها مين? سيدنا نوح. يبقى لازم اصخر بمنطقهم هم. منطق الظلمة. منطق الايه? الظالمين اللي هو بيتكلم اللي هو ايه ده? في الصحرة يا نوح. يبقى شوف مين اللي هي ماشيها لك. هو دي السخرية عدم وجود ماء الذي تصير عليه الايه? او ستصير عليه السفينة. طيب رب نوح على سخرية قومه. قال لهم ايه? برغب من نوح على فكرة لسه ما عندوش المعلومة. يعني هو الغاية دلوقتي امر امر. ينفز. لكن المعلومة مش عنده. لكن هو عارف ان ايه? ان النصر عنده. والخزي المين? ليهم. فلازم ردوا بناء على ده. انتو بتقولوا دلوقتي? ما ولا تسألوا فيه. عارف اللي هو ايه بقى? يسخر ويقول لهم سلامة. خلاص انتو جاهلون اصلا ما ليش دعا بيكم. واذا خاطبوا من جاهلون خالوا سلامة. انا مش ما ليش بيكم. لكن لم يلتفت لقولهم. وكان يتوعدهم كمان بان عذاب الله قاتل. خلاص جاي لكم. في جزاء. في عذاب. وعنادهم بقوا تكبرهم. يأتي اليوم الذي يسخر فيه المؤمنون منهم. العكس. انتو بتسخروا منا الان. ونحن سنسخر منكم في ما هو قادم. ربنا بقى النصر من عنده. والسخرية هتبقى لنا احنا اللي هنسخر منكم. ما الجمال في قول تعالى? ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملاء من هم. خد بالك من الاية القرآنية. يقول لك ايه? ايه? الجمال وفيها. التعبير الاول في كلمة يصنع. اي مضارع في الدنيا. يفيد الاستمرار والتجديد. في حاجات كده انا بقولك ثوابت. فعل مضارع انت تشوفه تلمحه كده. فعل امر. يفيد النصح والحس والارشاد. خد بالك من دي كلمات. لازم لما تشوف انا لما اقولك دلوقتي انا بكلمك دلوقتي انا بكلمك دلوقتي زاكر. انا على الهوى هو بقولك زاكر. ده امر. يبقى هدفه. هدفه ليك انت ايه? نصح. ارشاد. حس على العمل. كل دي صح. خلاص. طب بتكلم بقولي ايه بقى? يزاكر الولد مزاكرة. نشوف انا عمال اتكلم. تجديد استمرار. دي كلها حاجات ده الفعل ايه? المضارع. يبقى انا التعبير بالفعل المضارع يصنع. تفيد ايه? تجديد واستمرار. طب كلما مر علي. تدل على ايه? الاستمرار. هم على فكرة? واخدنا زي ما بيقولوا كده راحة جاية. الكفار عاملين سيدنا نوح مادة للسخرية. واحد يمشي التاني يجي يروح يجيب ولاده ويتفرجوا على سيدنا نوح عشان يسخروا منه عشان يضحكوا عليه. وكلما دي تفيد ايه بقى? رايح جاية. رايح جاية. تفيد برضو الايه? الاستمرار. خلال كريمة بسرعة وجزء تاني منها طبعا تلت نصوص من اهم من تلت نصوص عادي اقول لهم لكم لغاية ما يجوا في الامتحان ان شاء الله. طبعا بيقولك فالناس هذا انا عاوز اقول بقى حظه مال وزا علم وزا مكارم اخلاق. والمال اللي لم تدخره. طبعا انا عاوز بالعلم بقى ايه? العلم النهاية هو عاوز يقول ان العلم اهم من المال. العلم يأتي بالمال. خد بالك ان كل اصحاب النفوذ والاموال في العالم الان في العالم الان جابوها نتيجة للعلم. نتيجة للعلم. والعلم لا يأتي الا بالاخلاق. والاخلاق خد بالك. علم زي الاخلاق تديني ايه? لو انت عاوز مال تديك. لو انت عاوز نفوذ تديك. لو انت عاوز صروة تديك. تديك كل حاجة. طيب بسرعة كده معنى تكتنفه. ومضاد الاخفاق وجامع مطيق طبعا تكتنف الحاجة يعني تحيطه تكتنفه يعني حتى يقولك الايه تعيش في كلف ابيها المحابة ابيها اللي هو ايه العضان ابيها في بيت ابيها يبقى تكتنفه اللي هو ايه تحيطه ومضاد الاخفاق طبعا اي حد يخفق العكس النجاح والتفور طبعا جامع مطيق هي الايه المطايا اشرح الابيات اشرح وعيش وعود جمع انت عاوز تقول الشاعر قسم الناس تلات انواع اللي بيدي ربنا الفلوس من اعطاه الله مالا ومنهم من اعطاه الله علما ومنهم من اعطاه الله مكان من الاخلاق طيب طب انا هسألك انت سؤال مش سؤال حلقة بس سؤال دي كنت احنا قلنا تلاتة مال علم اخلاق ايهما انت تفضل ايهم تفضل انت تلات حاجات عندك ادي علم ادي مال ادي اخلاق انت تحب ربنا يا رزوك بايه انا هجاوبها لك في اخر حلقة سؤال لكن النص مجاوبها وهنشوف دلوقتي ايه الحكاية اللي ربنا بقى اعطاه الله مكارم الاخلاق الواقع بيقول ايه بقى ان المال بدون علم مصيره لايه اتضيع انت مال مفيش علم هتضيعه ليه افتقار صاحبه لانه لم يحفظه وينميه بالعلم وكم من امثلة من ناس من النبلاء والامراء واعظماء القوم ما كانش بيعلمه اولادهم لكن الولد ده كان عنده مال فان المال بسبب عدم موجود العلم يعني هو ضيع ماله بسبب فقط ايه للعلم والعلم بدون اخلاق كريمة ترفع من قدره هو فشل لصاحبه خد بالك احنا المعادلة عن ماله ماشي يقبل اول واحد مال بدون علم يضيع المال مفيش علم يحفظ على المال طيب علم بدون اخلاق فشل للصاحب صاحب هذا الايه العلم عشان كده فيه امثلة لاصحاب الاخلاق الكريمة اللي هم علماء ودايما انا يعني لما اسوق عالم اسوق عالم مصري يعني انا لما اتكلمت اتكلمت عن احمد زوين فقلت هذا العالم كان يتمتع بحسن الخلق والعلم والادب واللي اتنين جابوا له مال لانه اصبح ساري ساري بايه بهازي الحكاية يبقى شوف المعادلة بقى عالم زو اخلاق صاحب مال ونفوذ التلاتة جوله ايوة التلاتة جوله تعالى ما اقول بقى يعني يعني عندنا الامثلة في العلماء المصريين كثيرة ولكن سوق كده الى نفسك كل عالم انت تحبه وتحس انه هو حاجة في العلم تلاقيه صاحب اخلاق من غير ما تتكلم تبص حتى لو في لقاء تلفزيوني او شفته على الطبيعة تلاقيه التواضع والاخلاق الجمة كل ده موجودة فيه با العالم لابد ان يتمتع بالايه الاخلاق عشان كده النص هنا لما بيتكلم بيكلم على صاحب الاخلاق الكريمة الاساس الاساس اللي بيرصخ اللي بيبقى هو الايه الاخلاق الايه الكريمة طيب الجمال في قول الشاعر اللي بيحصن الحاجة بالعلم يعني انت اشتغل 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 وبعدين اعمل له حصن الحصن ده هو الحاجز هو الجدار تحصنه بالايه بالعلم يقبأ الشاعر تشبه بقى العلم بالايه بالحصن الذي يحمي مدام في حصن يبقى يحمي اللي بداخله انت حصنت المال بالعلم حميت المال بهذا الحصن اللي موجود حصنته بالاخلاق حميت المال والعلم بالاخلاق اللي انت موجود عليها اللي انت حميد بيها ما الجمال في قول الشاعر طبعا الناس الناس لما بترتقي قده وتطلع لازم يكون على سلم مش كده السلم اللي انت بتطلع عليه ده ما ينفعش تطلع الدور العشرين تقول له لا انا طالع بقى بطيارة خطوة خطوة درجة درجة السلم اللي انت هتطلع عليه طب ارتقاء بقى هل يرتقي ده اسلوب استفهام الغرض منه ايه اه نفي ما انا هقولها لك ليه ليه تقول نفي انا ساعات لما اجي اسألك سؤال انت انت سؤال مباشر كده واجي اكلم على طلبة مصر التعليمية واقول وانا بكلمك انت بتتبعني واجي اقول على حتة الاول هل خد بالك من دهال دي هل من طلبة مصر التعليمية طالب غير متفوق السؤال انا مش باسأل مش بقولك دور وهاتلي مين الطالب ده ده سؤال غرض منه النافي ما فيش ولا طالب من طلبة مصر التعليمية مش متفوق يبقى انا بسألك وعندي اجابتي والغرض من الاستفهام هنا هو النافي انا بام فيه كل ما هو غير متفوق عن طلبة مصر التعليمية خلصت هو ده ما قال لي هو ايه السؤال اللي انت بتستنكر فيه او تنفي فيه اللي موجود طيب اكتب من النص ما يدل على واحد سألني برضو نفس السؤال في الاسئلة الجديدة يا هل هيجي لي بحفظ ليه ما يجيش حفظ حتى لو هاجب لك اختياري ليه مش هجيب حفظ كله لازم يبقى انت فيه نص يحفظ ايوه يحفظ فيه نص للدراسة بس اهو الدراسة بس لكن احفظ هحفظ عشان ما حدش يحشلي بقى حتة اسألولي النظام الجديد ان انا حفظ النص مش ضروري اهو ادي السؤال صاحب العلم يحتاج الى الاخلاق فين في النص اللي بيدل على هذه الايه الكلمات اهي والعلم ان لم تكتنفه شمائل لو ما احططوش هذه الاخلاق هذه الصفات تعليه كان ايه بقى مطية الاخفاق كان مطية الايه الاخفاق لا تحسبن العلم ينفعه وحده ما عمره ما لم يتوج خد بالك بقى من التتويج دي ربه الاخلاق والاخلاق الاخلاق الحسن انا بقولك ايه ربنا يرزقك الرزق بقى هو يرزقك بالاخلاق الرزق من عند الله بالاخلاق عشان تحوط او تحيط هذا العلم بهذا الايه السياج او الصور من الايه من الاخلاق طبعا لابد ان يحفظ ايه في الابياد تضاد وضح وبين الغرض منها المال والاملاق عارفين خشية املاق كانت في اية كرآنية كيقولك ايه اللي هما بيقتلوا بقى يوئدوا البنات خشية املاق خشية الاملاق دي اللي هي الفقر الاملاق اللي هي اللي هي الفقر طب الفقر اللي هو ضعف المال او طلة المال يبقى العكس اللي هي المال يبقى دي فيها ايه مال واملاق تضاد والتضاد دائما كله بقى عيش على دي يبرز المعنى ويوضحه وقلتها لك مئة مرة ومئتين الف مرة طويل قصير لو انا الالم ده بص كده حطيت ده هاجه اقول لك دلوقتي مين اطول من مين ده صح طيب لو انا شلت الطويل ده خالص هل بقى ان ده قصير ما بقى انش يبقى اللي ازهر قصر ده هو الطويل يبقى دايما يظهر المعنى يعني لو انت عاوز واحد لو حد بيعيش في مجتمع كله طوال خلاص يعني ايه بقى كله انا مش شايف حد طويل كلهم زي بعض لكن لو جه واحد قصير الظهر اقوله بس يبقى المجتمع ده طويل يبقى الناس ده طويلة عشان فيه قصير فازهر ايه الطويل يبقى دايما التضاد يظهر المعنى ويقويه ويبرزه ويوضحه تخير الصواب ما بين القوسين الضمير في قولة تعالي شو بقى خد بالك بقى من دي هو الضمير هنا فين خد بالك العلو ده الهاء اللي موجودة عندي هو مين اللي هيعلي هو مين اللي ايه اللي هيعلي ده الضمير ده بيعود على مين خد بالك من دي الاول يعود على العلم وليس المال او الاخلاق الضمير في قول دي الاولانية حلو ده بشمائل جمعها ايه جمع الكلمة يعني هي شمائل جمع جمع لكلمة ايه ايوا شمال ده بدأ على بص كده كان مطية الاخلاق الاخفاق الاول كلمة مطية الاول بس عشان اقولها لك المطية دي زي الحاجة اللي هي بتستخدم الحاجة اللي ايه بتستخدم لقضاء الحقيقي زي مثلا انت تركب حاجة مثلا حصان تركب الحاجة اللي انت ممكن تقولها الاخفاق كمان تبقى انت اللي هي ده الاخفاق الفشل الزريع اللي انت ممكن يمتطيق يعني انت بالنهاية تبقى فاشل العلم سلاحزوا حدين يمين صح طب اشرح مبينة انظور الاخلاق في توجيه العلم لخير البشرية وعم يوني الشعر في بيته الاخير وما الشرط الذي وضعنا في علم العلم سلاحزوا حدين دي حقيقة يعني انا لما بقول دلوقتي كلمة لا تحسبن العلم ينفع وحده ما تحسبش ان العلم هينفع لوحده اياهما اجمل ولماذا الاول اجمل لا تحسبن لانها مؤكدة بالنون بس خد بالك من دي الاول عشان اقولها لك لانها مؤكدة بالنون فيها لا تحسبن طيب الاول العلم سلاحزوا حدين يعني ايه علم سلاحزوا حدين وجوابها لك انت الاول العلم اذا وجه الى الخير فهو للخير واذا وجه الى للشر شوف الحالتين تعال اقولها لك بس الاول اختراع النبال للعالم نوبل او الفريد نوبل عشان كده هو عمله جايزة نوبل للسلام ولا العلم ولا كل الحاجات دي الفريد نوبل اول ما اختراع الديناميت او النبال او الحاجات المتفجرات دي كان مختراع عشان ايه عمال المناجم يسفدهم بدل ما بتعودوا تعملوا حاجات كتيرة ايه وعشان تحفروا واتطلعوا الحاجات دي دي هتفدكوا في استخراج الفحم واستخراج هذه الاشياء بطريقة سهلة جميل اوي يبقى الغرض الاساسي كان الخير خد بالك بقى او قد السلاح حد اول تب الحد السن اللي استخدميته الناس استخدمة في الحروب وهلاك البشرية وضياع كثير من البشر والمال والعتاد كل دي بفضل ايه بقى هزي المتفجر متفجر يصنع ويساعد العامل ومتفجر يميت العامل او يميت الجندي هو الاتنين شغالين بس لحظوا حدين في الخير وفي الايه وفي الشر يعني هو ده العلم اذا اهل للخير فيقل الخير واذا اهل للشر بيصنع شر بيجيب شر كل دي انا عاوز اسيب لك بقى لايه الحاجة اللي انا عاوز من نص وادي الكنانة عاوز هل حققولك النحو اللي عندي عشان اللي حققولولك وبعدين لو لقيت وقت هرجع لوادي الكنانة تسمحولي بدا عشان ايه النحو اللي عندي عاوز اركز على حتة نحو الاول كده لان يمكن انا قلت واد الكنانة وقلت الحاجة اللي موجودة عندي انا عاوز اقول النحو النحو بداية انا قد القطع القطع اللي موجود تصدقوني لو لقيت وقت في الحلقة هرجع لواد الكنانة عشان عارف ان النص مهم والناس بتحب او هتلاقيه في قلب الامتحان فاحنا خدناه مرة وهناخده بتانية ان شاء الله كمان السعونا الى نهضة البلاد مرفوعة جباهم الجباة اللي هي الجبين الجبين بتاعك في كل موطن معتزين بما يبزلون لمجتمعهم املا في ان ترقى اخلاقهم البناءة وترسم مستقبلا افضل للاجيال القادمة اعرب ما تحته خط في القطع الصادقة اللي تحته خط يا كلمة ايه مرفوعة وكلمة املا وهقول لك بقى وكلمة افضل بص بس الاول سيبك من مرفوعة انت هتعربها خلاص يعني ايه بقى الساعونة استنى انا لو قلت كده الساعونة ارجعوا لنا كده الساعونة وغني زمان تعاوز تقول ايه لا مهضة البلاد لغاية دلوقت يبص لها كده دول قبل ما اتكلم انا مش هكمل كلام الاول حددت الجملة ال 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 ادي الف علام يعني اسم يعني دي جملة اسمية صح? صح طيب جملة اسمية يعني مبتدأ وايه? وخبر تمام المبتدأ ما يبتدأ بيه الجملة اللي بتبدأ بيه الساعونة صح قلاص? ده مبتدأ ايه? ده فين الخبر وحس يقول لي كلمة من الثلاثة دول من الاربعة دول ده انت كتابت كلام كتير قوي الساعونة الى نهضة البلاد على فكرة كل ده عبرة واحدة ما كانش فيها خبر ليه? ما انت سألت سؤال مش احنا دايما لما نقول الخبر نقول ايه بقى? في ايه? حصل ايه? ماله الساعونة الى نهضة البلاد ورقيها وتقدمها قول قول عد عد ماشي مالهم دول اللي بيسعوا للرقي والتقدم والنهضة مالهم فيهم ايه? يبقى ليس ما اخبرتش عنهم انت عملت تحكي عنهم الخبر اللي جاي بص اللي بقى مرفوعة اللي بيسعى للخير والتقدم ارفع جبينك امت مصري? المرفوعة دي هي الخبر هي هنا بقى الجواب هو هنا الاخبار هو هنا الخبر عشان كده ما اتوهشي طالب الصف السالس الاعدادي طالب مصر التعليمية تاني الخبر مش رقم اتنين الخبر مش رقم تلاتة الخبر يجي رقمية ما دام انت عملت اقول كلام مرسل ما نتهاش بنتيجة ما قلتش في ايه? زي ما انا اعدتك كلمة الطالب المجتهد الخلوق المؤدب هي عم انت عملت تحكيلي عنه ماله ده? عمل فيك ايه? يوزاكر دروسه يبقى يوزاكر دي بداية الخبر ايوه بداية خبر شفت انت عملت ايه? يبقى ما دام قلت نتيجة هو ده خبر هو ده الخبر اللي بتبدأه بعد لمية كلمة ماشي مبتدأ ابدأ خبر انهي عشان تبعارف بداية ونهاية ولكن مش ترتيب مش اتنين تلاتة اظن انتوا عارفين ده بس انا ممكن انا ساعات لما بعوزها فازكر يا ااكد المعلومة عشان المعلومة تفضل مصحصحة في دماغك عشان كده الساعونة قلنا مرفوعة ومرفوعة خبر مرفوع برضو بعد ما كانت مرفوعة بقى الخبر هو المرفوع وعلامة رفعه لايه? اتضم الكلمة اللي انا عاوز اتكلم فيها املا واحد هيقول لي ايه بقى في املا الله املا دي كلمة انا عارف اعرابها بس مش علينا انت ايه اللي جابها دلوقتي ده كانت معانا في سنة سابتة اقتدائي هقول له لسه عيلها لك الصف الرابع مش السالس الاتدائي والصف السالس السانوي معاك نحو كامل اعارب لما تيجي تقول له املا ما هي مفعول لاجل انا عارف والله املا واا 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 وعارفنا واملا تفيد ان انا عاوز سبب الحاجة اللي حصلت طب ماشي جميل اوي بتعرف تعريبها يبع عربها ومتتكلمش ما تقولش عليها ولا مش علي يبقى املا مفعول لاجل منصوب وعلامة نصبه لايه الفتحة خد بالك بقى من ترسم ركز فيها اوي ترسم مستقبلا افضل ترسم مستقبلا افضل افضل هنا هي ناعة منصوب عشان كلمة مستقبلا ترسم مستقبلا ماله افضل ناعة منصوب وعلامة نصبه لايه الفتحة نشوف بقى الاستخرج استخرج من القطعة السابقة ما يأتي نشوف الاستخراج كده عاوز اسم فاعل وبين نوعه كتير قوي كلمة نوعه في اسم الفاعل بتتوهه يعني انا هجيب اسم فاعل ماشي كده جبتي اسم الفاعل هو اللي موجود عندي هم اللي ايه الساعون ساعن دي مش انا لسه بقولها دلوقتي هو اللي موجود عندي ركز معايا انا قلتها لك وشرحتها لك قبل كده واسألها سؤال انا عندي ساعن كده وعندي الساعي ده اسم فاعل وده اسم فاعل المفروض ان انا هسألك سؤال بقى زي اللي بييجي في الامتحانات دلوقتي يبقى اسم الفاعل من ساعة اسم الفاعل من ايه من ساعة من ساعة ساعن ولا الساعي ايهما اصح او لتنين صحيحة ولماذا ده سؤال انا جاوبت هنا على حاجة بس انتوا هتقولولي بعدها ايه دي تمام كده يبقى الساعونة الى الايه الى نهضة مصر يبقى الساعونة هنا ساعن هنا هي ايه من فاعل اسم فاعل بيّن نوعه من فاعل سلاسي من الفاعل الايه السلاسي عاوز اسم مفعول وهات فاعله يعني هو دلوقتي بيتكلم على اسم الايه المفعول وهات فاعله مضبوطا بالشكل برضو اسم المفعول يبقى كلمة ايه مرفوعة مرفوعة الجباه او مرفوع الجباه من الفعل ايه رفعة اللي موجودة معاين طيب اسم مكان واسم زمان وزنهما سيبك بسم الوزن دلوقتي مكان وزمان موطن قد اللي موجودة عندي اللي هي كلمة ايه موطن موطن ده على وزن ايه مفعول طيب مستقبلا على وزن مستفعلك خد بالك من الاتنين عشان تقبع عارفها الاول وترسم ترسم ايه مستقبلا افضل هنا هي ترسم الايه المستقبل الشيء الزماني انت بترسمش مكان دلوقتي بترسم شيء مستقبل بكرة بترسم غدا هي دي طيب الموطن اللي موجودة معايا شو تبقى مرفوعة جباههم في ايه في كل موطن في كل مكان ده حتى الكلمة ترجمتها كلمة موطن دلوقتي كمعنى ترفع الجباه في كل مكان يبقى ده اللي موجودة عندي كاسم واسم الساعونة الى نهضة مصر عاوزين اسم تفضيل بص الجديدة بقى وهات مؤنسهم يعني انا عندي اسم تفضيل طيب اسم التفضيل بص لها كده افضل المؤنس دي كلمة جديدة يعني اللي احنا جايبينها دي ان هو يجيلي في امتحان يقول لي هاتلي المؤنس بتاع اسم التفضيل اللي موجود معايا دي جديدة شوية عشان كده بقول لك يركز فيها ان يجيلك في اي حاجة يعني كلمة افضل افضل ايه هو اسم التفضيل والفضلة اللي هي دي يا تسمعها ايه بقى ده المؤنس بتاع ايه افضل مؤنس ايه افضل طيب صيغة مبلغة ودي مهمة جدا عشان كده هترجمها عندي على الورقة بس بعد ما تشوفها وحولها لاسم فاعل في جملة من عندك استنى بقى انا قلت في ربطة ما بين اسم الفاعل وصيغة المبلغة ايوة بل في تشابه ايوة يعني معناها ان ساعد بيعمل ايه كده وانا بشوفهم بيدخلوا على بعض البناءة خد بالك يعني انا قلت السعونة الى نارضة البلاد وا 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 ترقى اخلاقهم الايه البناءة ترقى اخلاقهم الايه البناءة طبعا البناءة ديت انا قلت انا محتاج ايه دلوقتي اسم ايه فاعل وبعد كده صيغة مبلغة وبعد كده نقول البناءة بناءة وبناءة قدل اللي اتنين شغالين معايا تبهت لي بقى الجملة لا استنى انت راح فيه ما تتوهنيش بص كده اللي هنا انا قلت صيغة مبلغة وحولها الاسم فاعل ركز انت معايا بس عشان هقولها لك ورعة انا لما اتكلم على حاجة زي ما قلت كده انا بتكلم على البناء ماشي كده بناءة وبانية اللي هو جايب هالي واحد اراها بنية البنية دي في الفراخ بس لكن عندنا هنا بانية خد بالك بس من كلمة صيغة مبلغة واسم فاعل اسم فاعل وصيغة مبلغة يعني انا لو جبتلك اسألك بقى السؤال التاني سيغة من دي شاهد شاهد من اهلها شاهد شاهد ايه شاهد شاهد ده اسم ايه فاعل ماشي واحدة واحدة تاني سيغة المبلغة شاهد والله على ما اقول شاهد من نفس الحروف من نفس الحروف من نفس الفعل من نفس الفعل اذا فسيغة المبلغة تفيد خلني بقى سيغة من الكلمات تفيد ايه بقى الوصف بالمبالغة زي ما انا قلتلك قبل كده بتعمل اوفر في الحاجة يقولك دم افوارها قوي دم زودة حبتين احنا كنا لسه خرجين من شهر الصيام شهر رمضان فانا لما قلت انا بعمل ايه فيه بصوم رمضان يقبى رمضان فيه صائم لان انا صومت الايه الفرد فبقيت صائم ارجع بقى وكترت وجيت انا دلوقتي بصوم ست من شوال عشان اكمل وبعد كده اصوم الاتنين والخميس يبقى انا كده عملت ايه كترت في الصيام فبقيت اسم ايه بقى صوام لا 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 اتقلبت من صائم يعني بيصوم فرده فقط الى صوام كسير الصيام يبقى لما اسم الفاعل تكتر فيه بقى صيغة مبالغة يبقى اسم الفاعل لما يكتر يبقى صيغة ايه مبالغة هو ده اللي هو صيغة المبالغة او العلاقة ما بين صيغة المبالغة واسم الايه الفاعل طيب انا عاوز انتصار ادخل الكلمة السابقة في اسلوب تفضيل وبين اركانه اسلوب تفضيل المصريون اشد انتصارا من غيرهم طيب بص كده ليها المفضل هنا اللي هو مين المصريون خلاص ده المفضل المفضل عليه غيرهم طيب اسم التفضيل اشد اسم التفضيل اشد الجملة اللي انا عملتها هي دخلت فيها هذه الكلمة وجبت اسم التفضيل اللي موجود معاي طيب بص دي عشان دي انا انا اعتبرها الختام بالنسبة لي يبنا كده عملنا اللي علينا معاكم والباقي على ربنا سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة اجعل كلمة ملتقة في جملتين بحيث تكون ايه بقى في الاولى اسم زمان وفي الثانية اسم مكان ركز فيها قوي يعني انا ينفع اسم الزمان يبقى مكان والمكان يبقى زمان واللي اتنين شغالين ايوة وكلمة واحدة يبقى اتنين في واحد تشتغل زمان وتشتغل مكان ايوة ازاي على حسب موقعها في الجملة ومعناها بمعنى انا هتكلم دلوقتي تم انا هقولها لك وبعدين هتشرح لك الحاجة بص كده الملتقة العاشرة ملتقة الاصدقاء ركز قوي النادي ملتقة الاصدقاء تبقى اقولها لك وبصيلها بقى كده عشان نعرفها العاشرة يعني انا هنا اقصد مين الساعة مش كده ودي ملتقة بتاعتي زي ما هي استنى نخليها لك بقى ايه زرقاء ملتقة ونقول الاصدقاء زي ما احنا ما عنديش مشكلة طيب لما قلت النادي النادي وروح تقايل برضو ملتقة ركز كده فيها ملتقة وبعدين قلت برضو الاصدقاء ملتقة وملتقة كلمة واحدة ركز فيها قوي تمام دي ملتقة ودي ملتقة الاثنين هيتقابلوا الاثنين هيبقى فيه لقاء ولكن في الاولى انا قلت ايه التقوا الساعة العاشرة كانت الساعة اللي هيلتقوا فيها هي العاشرة فبقت ملتقة هنا تشير الى زمن تشير الى وقت عشان كده هنا بقت اسم زمان ركز بقى فيها هو يبقى الاولانية بقت اسم ايه زمان طيب انا اتكلمت على ملتقة برضو هيتقابلوا برضو هيلتقوا فبقى النادي النادي بقى ايه ملتقة الاصدقاء يعني انا عند النادي ملتقة الاصدقاء والعاشرة ملتقة الاصدقاء اذا فملتقة هي اتنين في واحد واحدة تدي على اسم الزمان واحدة تدي على اسم المكان اداتني في النهاية الخلاصة اللي انا عاوز اتكلم فيها هو ده اخر ما ساقوله لكم وتعلولي عشان اقولكم الفاينال بقى في النهاية كنصيحة. على فكرة انا قلت لك تاني وبوعيدك تاني في حلقة اسمها ليلة مراجعة. احنا عملنا النهاردة حلقتين ينفعونا في كل الاحوال. يعني عارف اللي هو هقعد اقلب فيهم كده واشتغل عليهم. هلاقي نفس ان انا لميت المنهج كله. لكن انا عاوز بقى عارف لما تيجي تقول الخلاصة. الخلاصة هتيبها في ليلة الامتحال. اللي انا بوعيدك بها ان شاء الله. وانا اللي هكون معك فيها برضو ان شاء الله. تمام كده? يا بخلين اكلمك دلوقت الاول? احنا اخدنا النهاردة? تعبير وازاي نكتب التعبير? قصة وكيفية اسئلة القصة. يعني القصة ما بقيتش تيجي حت القطعة ويجيب القطعة عليها اسئلة? لا. زي ما انا جبت لك كده. اسئلة مباشرة على القطعة. ما عنديش بقى ما بقىش بقى كلام اللي هو وهاتل القطعة وبعدين ابدأ اسأل عليها عشان ابدأ نشن على فصل كام? لا. انت هي ما فيش قطعة هي الاسئلة مباشرة? في الاحداث بتاعة الايه? القصة. يبقى انا خلصت التعبير خلصت القصة عندي القراءة القراءة اللي عندي الموضوعات بقول ما فيش تخفيضات في الموضوعات. كل الموضوعات عندي مقررة. النصوص زي ما قلت انا عندي النصوص كلها انا عندي حديث وعندي نص كرآني وبقية الاحدي وبقية النصوص. النص الكرآني او الحديث واحد منهم جاي اجباري اجباري. ما فيش فيه كلام. اللي بقي خلاص بقى. يعني واحد منهم برضو هيجي زي ما انا قلت انا هتوقع لك ودايما قاعدة التنشين انا مش 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 متحمس ليها بس باجي في اخر ليلة كده اللي هي الحاجة اللي انا فضلي ساعة او ساعتين على الامتحان. فانا محتاج ايا كان بقى انا مش هعود اه يعني اذاكر المنهة كله. فهاجي بقى اخر ساعة او ساعتين هقولك تعمل ايه في اخر ساعة او ساعتين. تذاكر الدي والذاكر الدي وانت معاك المنهة كله. بس انت هقول لك ايه? ارسى بقى وركز على الجزء ده والجزء ده والجزء. زي اللي خلاص بقى. اشرب بقى المشروب ده قبل الامتحان هتخش تلاقي. تمام كده? النحو زي ما بقولت لك نحو تراكمي. هيجيلي في الاعراب. ما تقوليش بقى استرمي اول وترمي تاني. اعراب اعرب. زي ما ييجي. ما تقولش استجالي البدل وجالي المناده وترمي اول. الاستخراج بقى خلاص انا جبت لك الترمي تاني والفاصل الدراسة التاني. ده الشغل اللي معنا. حلقتنا النهاردة انتهت. بس حلقتنا لسه مستمرة. عشان كده بقول لكم معاطية بالاماني ومن قلوبنا دعوات. اشوفكم في بكرة تاني. اجمل من اللي فات. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.